أهلا بكم النهاردة يوم مهم جدا واسم كبير اسم يعني من طراز رفيع النهاردة الموجود في الناس الحالوة خلي بالكم انه القلم شيء يعني مش مزعج ما فوق الإزعاج بكتير القلم أسوأ حاجة في الدنيا يا جماعة في الحياة يعني من أسوأ للشيء في الحياة هو القلم والقلم بتاع الظهر أو قلم الرجب أو قلم العصر أو أي قلم غالبا أسبابه أو الفاكتور أو العوامل اللي بتلعب في أنها تحلسه غالبا قريبا من بعضها يا مثلا ألم الظهر أمر طبعا عدم ممارسة الرياضة الأعمال المكتبية الأعدة الفترة طويلة الوزن الزيادة الأكل الغلط ده كله بيعمل برضو ألم في ركبة ده كله يعمل ألم في العصر ده كله يعمل ألم في أي حتة الألم مشكلتها أنها كمان تحس كده أنها عاملة زي لعبة الدومينو تبدأ في حتة وتقع وتقع عندها الألم في حتة ثانية ويجيلك في حتة كمان يعني تلاقي واحد بدأت المشاكل عنده أسفل الظهر لك أنا عادت 3-4 سنين قلق ضهري موتني دلوقتي ركب كمان دخلت في الليلة ودخل معهم الأنكل ومش عارف إيه وصداع نصف الجه فجأة كده بقى موجود معانا في الليلة الله الشلة دي أو الحاجات دي كلها مع بعضها يتوحي أنه إن عوامل تقريبا قريبة من بعض عشان كده خلي بالكم كمان التعامل معهم بيكون غالبة بمنظومات متقربة عالم علاج الألم عالم مسير جدا وأصبح عالم له قيمة كبيرة جدا في كل المستشفيات مفيش قسم علاج الألم هتلاقي القسم الأكثر ازدحاما دلوقتي في كل المستشفيات تعالوا نقرب من هذه القصص المسيرة المقلقة في بعض الأحيان ونشوف علاجاتها الجميلة المتاحة الآن بعيدا عن العلاجات التقليدية اللي هي بقى مضادات الألم ومضادات الالتهاب وأخد والمعدة تبوز والكلة تبوز وندخل من نقع من نطلع من نقرة نقع مش في ضحطيرة بقى ضحطيرة جمدة جدا فعارفيني اللي الألم كان بتعالج زي زمان ملبع يا عم مسكنات نتيجة فاشل كله للأسف تعالوا نقرب من عالم علاج الألم ونهارده زي ما قلتلكو اسم كبير اسم قدير النهارده سعيد جدا بقبوله دعوتنا النهارده في الناس الحجوة الأستاذ الدكتور عسام مهران الأستاذ علاج الألم التدخلي بكل طب جامعة القاهرة استشاري علاج ألام العمود الفقري وخشونة المفاصل دكتوراه علاج الألم ورئيس وحدة علاج الألم ومستشبهية لعلاج الأورام الاسمي الكبير أهلا بك تكتور أصدر أهلا بحضراتك من شكل جدا على التقديم الجميل ده أنا شاكر لو كبولك بعونتنا من الحال أنا عايز أبدأ بألم أسفل الظهر تمام الأسباب إيه؟ قصة بتاعته إيه؟ هو ألم أسفل الظهر زي ما حضراتك شرحت في المقدمة من أكتر الأسباب اللي بتخلي المرضى تزور عيادة علاج الألم السواد الأعظم طبعا والسبب الرئيسي للألم أسفل الظهر هو الانزلاق الغدروفي القتل مع أسباب أخرى زي التهاب المفصل عجزي الحرقوفي وزي التهاب عزمة العصص لكن الأساس طبعا اللي هو الانزلاق الغدروفي القتل في أسباب أخرى غير الانزلاق الغدروفي القتل فيه فية التهاب عزمة العصص التهاب المفصل العجزي الحرقوفي حاجات خشونة في المفصل بين الفقرات في أسباب كتير بس السواد الأعظم طبعا هما دول الشيلة دي الأساسي كمان اللي هو الانزلاق الغدروفي القتل هنبدأ بالانزلاق الغدروفي القتل الأول عايزين نعرف إزاي نعرف أن بن أدم ده عنه نزلاق الغدروفي قتل ده رقم واحد رقم اثنين مراحل العلاج أو الخطة العلاجية الانزولات خروف القطنين بيبقى العيان حاسس بواجع أسفل الظهر والواجع نازل على رجل واحدة أو الرجلين بيبقى غالبا في صورة كهرباء أو تنيل أو شكشكة ساعات كمان بيبقى ماسل كرامس يعني زي تقلصات عضلية الواجع بيبقى نازل لحد في بعض الأحيان لحد صابع الرجلين بنعمل اختبارات معينة احنا في الكشف زي الطبعا اللي بيأكد للتشخيص وواصل أنهي درجة رانين المغناطيسي على الفقرات القطنية بالنسبة للمراحل علاجه هو بنعدي في أربع مراحل أول مرحلة خالص اللي بديها فرصة مثلا أسبوعين لثلاثة بتبقى علاج تحفظي يعني في صورة أدوية وراحة ومسكنات اللي حضرتك كلمت عليها في الأول وعلاك طبيعي آخر مرحلة اللي هي الرابعة دي مش تبعنا دي اللي هي جراحة وده لو فيه حاجة من ريت فلاكز اللي هي العلامات الخطر زي سقوط القدم أو عدم التحكم في الأخير المرحلة الثانية والثالثة اللي هم تبعنا في علاج الألم اللي هم عملية حقن جزور الأعصاب القطنية أو التردد الحراري النابط لجزور الأعصاب القطنية الاثنين مشتركين في حاجات في حاجات مشتركين فيها إن العيام بيدخل قبل العملية بساعة وبيخرج بعدها بساعة العملية في كلتا الحالتين ما بتزيدش عن ساعة خالص بفضل الله يعني كل من قول دخول المستشفى الحد وخروج العيان من ثلاثة لأربع ساعات بالكامل الاثنين مشتركين نحن جاوضط العمليات عشان التعقيم وعلشان بنستعمل جهاز image اللي هو CR ده زي جهاز أشعرس بيلف بزوايا مختلفة لحد ما نوصل لأحسن زاوية تحدد مصار القبر لجزور الأعصاب في حالة الحقن بنتأكد نحن في المكان المزبوط إن نحن بنحقن صبغة غير متأينة وبنحقن حاجات مضادة للتهاب وحاجات مخدرة للعصب وحاجات تنشف الارتشاح اللي هي المية اللي حواليه من الانزلاق وحاجة مشتقات الكورتزون وده من الاستخدامات الكويسة للكورتزون موضعيا في التردد الحراري نفس المصار بجهاز image لكن نوع الإبر مختلفة شوية إن فيها جزء معزول وجزء مش معزول ومتوصلة بكابلات بجهاز التردد الحراري الأول بنعمل استصارة أو stimulation يعني زبطة في جهاز التردد الحراري فنلاقي العيام بيلاقي رجله بتتنفت كده يعني العضلة المغزاة بالعصب مثلا من رقم 4 احنا كده عندها بالزبط عند عصب رقم 4 بعد كده بنروح عند رقم 5 برضو بنلاقي العضلة المغزاة بالعصب 5 بتنقبض نتأكد نها في المكان مظبوط وهكذا في الأماكن المضبوط عليها بالانزلاق الغضروفي لما نتأكد نها في المكان مظبوط بنغير زبطة الجهاز من stimulation إلى pulsed radio frequency أو تردد حراري نابض بعد ما نخلص التردد الحراري قبل ما نشيل الإبرة اللي احنا في المكان قريدي اللي بنعمل فيه الحقن بنعمل معاه الحقن بالمرة قبل ما نشيل الإبرة يعني بدعمل اتنين تخنية بنعمل التردد حراري نابض وهو حقن جزول الأعصاب في نفس السيشن وزي ما تحرم بتستبرقش يعني أقل من ساعة جوة العمليات وساعة قبلها وساعة بعدها جوة المستشفى وبعدها بـ 24 ساعة العيان بيقدر يرجع لشغله أو لو عيان من خارج مصر من دول العربية بيقدر يسافر إحنا حتى السنة اللي فاتت كان لسه ما فيش الحرب والكلام ده كان فيها مريضة من غزة بيسافر وبري ومعبر وكسة وكده ساعات بـ أوتوبيس حتى بعد ما مصدت لقيتها بعت على الواتس بتشكورني إنها أول مرة تعدي للسفر البري ده بدون وجع خالص الحمد لله ما شاء الله إذا ده الميكانيزم اللي بيستخدم لإعلاج المشاكل في الغضروف القطني السفلي تمام طيب مطلوب من حل ممكن نتكرر التردد الحراري أكتر من مرة آه ممكن نتكرر طبعا وإحنا حتى الاختيار ما بين الحقن والتردد الحراري يعني فيه حاجات بتخليها نكتفي بالحقن بس لو العيان جيه مثلا في أول 8 أسابيع من الانزلاق الغضروفي لهم أول شهرين وكان الانزلاق الغضروفي بسيط بنعمله حقن غالبا بقى بنشوفهش تاني يعني بيخف خالص على عكس بقى فيه عيان اللي هو عامل جراح قبل كده في العمود الفقري استقصال الغضروف أو تسبيت فقرات وعنده متلازمة آلام بعد جراحة العمود الفقري الغير ناجحة فده ساعتها لازم تردد حراري وكمان بنعمل مع حاجات مذيبة للاتساقات وكده فيه المرحلة الرمادية بقى اللي في النص اللي هو ولا أول شهرين ولا عمل جراحات قبل كده فدول بيبقى القرار فيهم حقن بس ولا تردد حراري زائد حقن بيحدده طبعا دكتور علاج الألم زي حالتنا كده بعد اختبارات معينة بنعملها للعيان وبنشوف لهو مثلا من الشهرين آه بس مثلا ثلاث أربع خمس شهور والانزلاق مش كبير ممكن نكتفي بالحقن لأ الانزلاق كبير وبقى له سنين لأ بيقى تردد حراري مع الحقن هروح بقى لمفصل يعني تقيل قوي على الناس اللي هو المفصل العجزي الحرقوفي اللي هو ساكروا إيليا آه بالنسبة لنا احنا سهل آه بالنسبة لنا ساكروا إيليا لكن بالنسبة باللغة العربية عجزي الحرقوفي ده ده مشهور قوي كويس جدا حضرتك أولتنا لأنه هو عينين كتير بيلتبس معهم والواجع بتاعه بواجع الانزلاق الغدو فيه بسهول الواجع بتاعه بيبقى مختلف شوية إنه هو بيبقى زي فلسورة كده العين بيشتكي بيجي يقول لها دكتور عحاس بمصمار آه في مكان جنب العمود الفقري على طول بالذات لما يجي أقوم من السرير الصبر أو قاعد قاعدة طويلة وجاي يقوم من القاعدة دي آه والواجع بتاعه بيجي في مكان مفصل كده وننزل بس ما بيعديش الرجبة غير اللي نزاكروا في دروفة بيينزل لحد صعوبة رجلي آه ده يعني لما بيقوم بعد قاعدة كده تليم قد تبسرنا كده آه واجع شديد مصمار فقم مصمار فقم ده بنعمله حقن زي في الصورة الناحية الشمال من الصورة كتير كمان من العينين بيبقى الانزراق الغدروفي ومعاه التهاب المفصل عجزي الحرقوفي فساعتها هو وقت التدخل اللي بنعمله سواء حقن أو تردد حراري للانزراق الغدروفي بنعمل معاه في نفس السيشن الحقن بتاع المفصل العجزي الحرقوفي وبتبقى نتائجهم بصراحة يعني آآ رائع جدا مشجع جدا مشجع جدا ومبيخيس خلاص القلب بيختفي تماما بفضل الله عزمة العصص آآ ده جميل اتهاب عزمة العصص ده مزعج برضو جدا 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 دي وجعها من الأوجاع السخيفة جدا لان بيبقى العيان أو العيانة لانها أكتر شيوعا في الفيميلز في الستات بتبقى مش قادرة تقعد تذاكر لفترات طويلة أو تشتغل تقعد على مكتب الفترات طويلة أو تقعد على كمبيوتر لفترات طويلة آآ بنعمل حقن ليها آآ اللي هو عقدة عصبية اسمها جانجلين إمبار إمبار دي بالأسباني أو باللاتين يعني المفرد لان هو العقدة السمبثوية ماشية زي خط القطر كده آآ خطين حوالين العمود الفقرين يتجمعوا في الآخر قدام عظمة العصص اللي هي جانجلين إمبار فبندخل برضو بتدخل محدود عملية ما بتستفرقش أكتر من ثلاثين دقيقة آآ بندخل عند طبعاً تحت جهاز الإمج وقطر عمليات بنعمل حقن مادة كوية للعقدة اللي هي جانجلين إمبار دي حضرك ما تتخيلش بقى التحسن بفضل مية وتمانين درجة يعني العيان اللي هي ما كانتش قادرة تزاكر ولا تشتغل ولا تمن أتباقت تقدر تقعد لفترات طويلة عالكمبيوتر وعلى المكتب وتسافر وسيلة موصلات تلت ساعات أربع ساعات أكتر يعني من الحاجات اللي هي بتحسسنا بلزة الأتشيف منت إن احنا فرقنا في حياة الإنسان والكواليتي في لايف هو عليك الغدب بصراحة نقل يعني العلاجات نقلة كبيرة بالحاجات الجميلة يعني الحاجات اللي هي بتحسن الكواليتي في لايف جدا يعني جودة الحياة اللي عينين أو البشر يعني جدا طيب هروح بقى لمشكلة كل بيت يعني دي مشاكل كتير من العمارات لا دي أنا بقول بقى كل بيت يعني ما فيش بيت ده ساعات البيت كله بقى عنده خشونة ركبة آه خشونة ركبة دي يعني مرض شائع جدا في العالم كمين كله مشاوه مصر بس هي خشونة ركبة دي فكرتها إنه هو ربنا خالق عظمة الفخد وعظمة الساق فيه بينهم غدروف طبيعي الغدروف ده مع السن والوزن بعض الناس اللي عندهم سكر أو مقرس بيبدأ يتأكل نتيجة التأكل ده بيبدأ يحصل التهاب وقلم والالتهاب ده بيعمل زي ارتشاح فتلاقي فيه ماء في الرجبة وحوالين الرجبة فيه تورم شوية مع الوقت تتكون زوائد عظمية زي برزات في العبل فتزود الاحتكاك أكتر يزود الالتهاب والقلم أكتر تبا زي حلقة مفرغة سيئة الخشونة دي مفروض أنها أربع مراحل أول مرحلة خالص بعلاجها أدوية وراحة ومسكنات تاني وثالث مرحلة تطور التدخلات بتاعتهم جدا لحد ما حاليا بنحقن فيها مواد جيلاتينية عالية الكسافة وبهض العنين بنعملهم معاها تردد حراري رابع مرحلة طبعا تغيير مفصل وإحنا بنحاول إن إحنا نجنب العيان عملية التغيير المفصل بتابعتها وضخمتها وكده الحاجات المواد جيلاتينية التي حين في رجبة تطورت جدا مؤخرا يعني كانت هي تتفاضل ما بينها طبعا في التركيز وفي الحجم وفي درجة الزوجة اللي هي الكسافة وفي التصنيع يعني درجة الزوجة مثلا كان زمان بتقاس بواحدة اسمها دالتون ما كانتش بتتعدى لمليون دالتون خالص حاليا بنستخدم حاجات درجة الزوجة أو الكسافة أربعة مليون دالتون والتركيز بتاعها بيوصل ل120 ميلي جرام فالحاجات دي يعني بقتتعد مودة طويلة وبقتتخلي العيانين كتير يعني منهم بيكتفوا بيها وبعضهم بنحتاج نعمل تردد حراري بس مش نابط بقى ثيرمل ريديو فريكنسي للربة مع حقن المادة الجيلاتينية عن ايد الكسافة إذن الخشونة بقى ليها علاقات كثيرة عشان ما تتفاقمش وما نوصلش المراحل عشان ما نوصلش التغيير المفصل في أنواع ألام أخرى ممكن تكون مزعجة للوظاية وخصوصا مثلا يعني ألام الألام السلطانية طبعا طبعا هي ألام الأورام السلطانية دي من أمبل وأجمل حاجات اللي بتخصص علاج الألم اللي هي زي ما حدت رجعاف التعامل عشانها أساسا تخصص علاج الألم ففيه يعني بفكرتها الأساسية نحن بنحاول نقفل إحساس عن المكان اللي فيه الوجع بتاع الورام زي مثلا أورام البنكرياس بيبقى العيان عنده ألم شديد جدا في أعلى البطن ومش قادر يفرد ظهره خالص وزي في الصورة كده وبياخد جرعات كبيرة جدا من الترامدول والمورفين بأعرضها الجانبية ومش عاملة حاجة بندخل بنعمل بسمها سيلياك بليكسس بلوك أو حقن وتدمير العقدة العصابية السمثوية العالية للبطن برضو ما بتستغرقش ساعة بعدها العيان بيقدر يفرد ظهره ويقدر جرعات المسكنات اللي بياخدها تقل جدا بيعيش حياته فيما يتعلق بالألم بصورة شبهة طبيعية فيه كمان ألم الأورام السرطانية اللي هي أهلينا وحبيبنا اللي عندهم أورام فنسادي سواء عملت جراحة أو ما عملتش بيبقى فيه واجعة في الإيد نفسها لناحية العملية فبنعمل تدخل محدود زي اللي حضاك شايفوا كده اللي هي العقدة العصابية السمثوية النجمية دي في الرقبة بتحسن جدا الواجعة اللي زي كهربة أو تنميل في الإيد لناحية العملية وبتحسن طبعا جودة الحياة في العينين اللي عندهم أورام فيه ألم مخيف جدا هو ألم الحزام الناري الهرب السوستر ده بقى يعني بيبقى أه هو ده ده الهرب السوستر بعد ما بيروح الهرب السوستر بيقدر بقى البوست هيرباتيك نيورالجيا اللي هو ألم الحزام الناري ألم بسرعة رحيمة جدا بيبقى العين الأول حاسب كهربة وشاك شاك وبعدها بيوصل أن هو مش طيق حد يلمسه خالص وبعد كده حتى الهدوم نفسها بقى لعيني يقولي أنا مش مستحمل للهدوم لمس الهدوم للجسم نفسها فبنعمله تردد حراري لحاجة اسمها دورساروت جانجليا اللي هي منبت الأعصاب اللي مشي بين الدلوع بتفرق طبعا الحياة بعدها خالص بيقدر يبس هدوم ويتحرك وحتى شفاء البوست هيرباتيك نيورالجيا أو الحزام الناري نفسه بيبدأ يستجيب للهاج أكتر بكتير بعد ما بدينا عمله التردد الحراري إذا طلبت لحضرتك أن ترسلت لغراف صوتي دي وتبر عينين مجموعة معينة من العينين بمضمون معين أكيد متعلق بالألم هو علاج الألم تخصص ما كانش معروف إحنا من الدور الجميل اللي أنتو بتعملوه بتعريف الناس بالتخصص ده العيان اللي هو عنده حاجة من الحاجات اللي حكينا عليها سواء انزلاج ضروفي قطني أو عنقي خشونة في الرجبة حزام ناري ألم أو رم سرطانية لازم يتوجه لعيادة علاج الألم لأن جودة الحياة بتفرق كتير جدا لما بيعمل تدخلات محدودة بتاخد ساعتين ثلاثة من يعني دخول في المستشفى كلها ثلاث ساعات مقابل بعدها بتفرق جودة الحياة وأطيب طبعا التمنيات لكل المرضى أنا يشفى كل مريض يعني ويخفز ألم كل مريض بيزة متألم شرف كبير لينا مساعد جدا جدا تدحمل سعداء جدا وسعداء جدا بيكمل المجهود اللي بتعمل سواء في أقسام علاج الألم الحدك بتشرف عليها أو في المستشفى بها حاجة عظيمة جدا جدا شرف كبير لينا زيارة جميلة دي ونتمنى بقى أن احنا نستفيد من هذا العلم في القدم أنا استفدت جدا ورجعت لأناتهم بتاع الجهنج ليه كلها لا 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 عفو بي لا الحاجات دي يعني احنا عايزين نتقابل عشان الأرباكتر مترات الحراري نشوف الأجهزة الأكويمنت اللي موجودة في مصر نستمتع بإزاي تقدم قسم الألم في مصر هذا التقدم المزل اللي بقى مساوي تماما اللي موجود في أوروبا وأمريكا تماما الحاجة اللي بتطلع بره وذين شهر شهرين بتبقى عندنا على طول فورا السوق المصري سوء قوي جدا ومرجعية دولة رائدة في الطب تطلع في شهر الأصل يجبنا العينين مختلف في الدول العربية في مصر ما زلنا ومكملين على كده لأنه مصريين وحضرك واحد من أبرزهم قادرين جدا في التشريح يا جماعة فهم ألاج الألم مرتبط بالتشريح بالأناتومي وده شيء صعب جدا إحنا نفهم مكان كل حاجة جانجلة وطبعا جايدة بيه الأجهزة الحديثة اللي بتورينا إن إحنا فعلا في المكان المزبوط عشان نعرف نتعامل مع مركز الألم بشكل مباشر ومنضبط جدا وده كلام هنتكلم عليه بالتفاصيل أخرى في أنتو طبعا مساوكوا بقيتو شطرين فبقى مش صعب عليكوا تسمعوا عقدة عصبية وجانجلة والكلام الصعب ده ضيف العزيز واحد من الأسماء القديرة البارزة واسم رائد في عالم علاج الألم لأستاذ الدكتور عصام مهران أستاذ علاج الألم التدخلي بكل الطب جامعة القاهرة استشاري علاج الألم وألام العمود الفقري وخشونة المفاصل دكتوراه علاج الألم من كل الطب جامعة القاهرة ورئيس وحدة علاج الألم بمستشفى بهية لعلاج الأورام شرف كبيرين هذه الزيارة شكراً جداً للصدافة شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً خليكم دايماً مع ناس الحلو أنت أحياناً تضر صحتك الإنجابية بشكل قد يكون قاسي للغاية طبيب أمراض نسم في عيادته وهتعمل حاني مجهار وتسأله السؤال أنت محتاج الزوج في حاجة؟ لا 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 هو كده كده يوم العملية هناخد منه العينة ده ما اسموش حاني مجهاري ده اسمو أي حاجة غير حاني مجهاري من تسعة فبراير عشرين عشرين في مركز الهيطة القصوية والصحة الإنجابية لغينا التسقين لأن ليس له أي دور في نجاح حمل حالة بتاعتك ما هيصل مبايد بالعكس قد يكون مؤذي لها الدكتور الشاطر عامل زي المخبر السري الشاطر أو زي المحاقق لازم يتوقع أشياء في طيات الجريمة معظم حالات بطانة راحل مهاجرة اللي هي عامل تأخر حمق المقع والرقع بالذات ما فيهاش أعراض للوهلة الأولانية بيبني أن اللي يفوت مشكلة في الراحل مش يخفاش فأخذ الجياب يبقى بيهرج أكتر حالات بتنجح فيها الحالة المجهاري مشاكل الأنابيب وحالات الزوج الاثنين دول الأنابيب تحديداً بالذات أكتر بيكون نسب نجاح الحالة المجهاري فيها أعلى سياساتنا في مركز الهيطة القصوية والصحة الإنجابية إيه وعن ننصرحها معرفة أسباب الفشل ومحاولة رفع النساء بالنجاح هي هدف كل المنصومات خليكوا ديماً نحن سعر أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة عضو الجامعية الأوروبية للخصوبة والعقم رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز وعيادات الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية أهلاً بكم نهاردة يوم مهمة جداً جداً في عالم الناس الحلوة والعنوان مثير إحنا ما زلنا في سلسلة اسمها سلسلة أقول إيه؟ التويست تويست في عالم السينما مفهوم اللي هو فجأة اختلف مصاري الحوار قبل كده خدنا نموذج للتويست ده لحدوث مفاجأة إنه تقلست أنت التبويض عندي كويس بوضعتها عندي كويس أو التبويض عندي كويس وهو مش كويس الكلمة دي كلمة كانت مسيرة جداً 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 لكن يبدو إن هذا هو باب وراه احتمالات وأبواب كثيرة جداً الباب أرجعدان يقول لكم عنوان الموجودهم على الباب انت داخل كده انت شايف إيه؟ الكلام كان يبدو حلو لكن جوة الكلام الحلو فوجئنا تمت المفاجأة بي أنه فيه لا فيه مفاجأة فيه حاجة ورا الكلام تعالوا نقرب أكتر لأنه واضح من أن كلامي كله كمان غامض من الموضوع العنوانه، العنوانه تويست عنوانه مش كل حاجة تتقال في الأول تباني السيمبل العلم الضخيق بيّن أن فيه تفاصيل أكثر عمقاً وأكثر غموضة ضيف العزيز القيم العلمي الكدير والإسم القدير اللي بيمتعنا جداً في عالم التأخر الإنجاب وعالم الحق الميجاري وعالم التعامل مع هذه الغازة المهمة جداً الأستاذ دكتور كشيم الشعر، أستاذ أمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب بكل الطب في جماعة القاهرة استشاري علاك تأخر الإنجاب الحق الميجاري عضو جمعية الأوروبية للخصوبة وتأخر الإنجاب ورئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز وعيادات الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية أهلاً بيّا أهلاً بحاجة أكثر أعين ما زلنا في سلسلة الغموض فعلاً سلسلة التويست سلسلة المفاجآت فعلاً أه، التويست التويست أند، اللي هو المفاجآة أيو السلسلة قال لها أنت التبويض عندك كويس وهو مش كويس خلي بالكواعد مع حاجة مختلفة حاجة مختلفة يبدو هذه حلقة كأن إحنا في سلسلة حلقات ده حقيقة من المفاجآت من المفاجآت ومن الواقعيات اللي إحنا بنشوفها وإحنا بنعالج حالات أخر الإنجاب ومنفاجآة أخرى غير لطيفة تماماً عندما تصارح الزوجة بالواقع اللي هي فيه الواقع اللي هي فيه ابتدى من الحكاية بعد الزواج وانتصرت الحمل أنه هو يحصل الحمل ما حصلش توجهت إلى أحد العيادات وخطوة أولى في هذه العيادة الخطوة المشهورة جداً 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 للأسف يعني وتستخدم باستخدام سيء اللي هي من سميه في الطيب بترأمن ماليوز ماليوز استخدام خاطئ وسيء اللي هو منشطات التبويض وعدت مرحلة منشطات التبويض وتقال لها التبويض عندك كويس جداً وبرضه ما حصلش حمل انقطعت ثلاثة أربعة شهور راحت لمكان آخر مشت في نفس السيناريو منشطات التبويض وتقال لها تبويض كويس وبرضه ما حصلش حمل ومكان ثالث وجايز رابع وخامس وفي الآخر قالت أروح إلى مكان متخصص وشرفنا إحنا نحن نشوف الحالة داية الحالة دي اللي هي راحت لأكتر بمكان وتقال لها التبويض كويس للأسف كانت أنا مفاجأة إن إحنا بنقول لها على فكرة التبويض مش كويس خالص إزاي يا دكتور دا أنا راحت لكذا يا دكتور قبل كده والتبويض كويس أيوة صح التبويض كويس من ناحية إيه إن في عندك بويضة بتكبر آه في عندك بويضة بتكبر توصل للحجم المطلوب آه بتوصل للحجم المطلوب طب وبتخرج من المبيض آه كمان بتخرج من المبيض طب أنت عاوز إيا دكتور أكتر من كده أنا في عندي بويضة والبويضة بتكبر وبتخرج من المبيض آه كل دا صح بس أنا للأسف حضرتك مش بتكلم عن إن البويضة بتجبر وتخرج من المبيض أنا مش بتكلم عن حجم البويضة أنا بتكلم عن عدد البويضات اللي موجودة في المبيض أنا بتكلم عن عدد البويضات اللي موجودة في المبيض أنا بتكلم عن حاجة اسمها إيه يا ست الكل أنا بتكلم الزوجة بتكلم عن حاجة اسمها نخزون المبيض بالع formulate راحت في اللي لا يعني كانت حاجة جبارهرو احلي عملها تاني اه يا ليت .. والله Ohficent ولئي ابي جد هو Connected ممكن الاتنين يكونوا داخلين طبعا وهاتنين عادين براً بيكلموا بعض والاتنين ستات والاتنين تقلوهم التابويض عندوكم كويس الاولية دخلت لا التابويض عندك مش كويس انت عندك تكايز مبيط والتانية دخلت قلت لها لا التبايدة عندك مش كويس انت عندك مخزول المبيض في الخطر بس احاكي ملاحظ حاجة انه نبرز صوتي في شرح الحالة المراضي اكثر حزنة من المرة اللي فاتت اه طبعا ليه ورا تخضط اكتر اه طبعا ليه لان دي بجد بجد الزوجة دي على حفة الهوية فعلا يعني الزوجة اللي قبل كده لقى دي مشكلتها بسيطة وعندها عندها منه كتير بالبلد كده عندها منه كتير لقى هو تكايفس المبايد ده ما عندها منه كتير خالص فما فيش مشكلة يعني لكن اللي عندها نقص في مخزون المبيض لا دي فرصها قليلة قليلة في الحمل عموما وحتى لو هنفكر في موضوع الحمل المجهري لا برضو فرصها في الحمل قليلة فاحنا النهاردة جايين نتكلم عن الحالات دي الحالات اللي هي عندها نقص مخزون المبيض واتفاجأت بالكلام ده اللي احنا بنقوله لها انت عندك للأسف نقص مخزون المبيض رغم اني قبل كده في أماكن أخرى اتقال لها لأ ده انت عندك تبويض كويس سيدنا السلم على فكرة انا عرف تبنش كفتم بالحكاية دي ومعندكش كواتلية بس انا بتابع اه تمام لأهمية مخزون المبيض عاملوا فيلم لسه قراب جدا نازل بتاع السيد انيلي كريم واسيد محمد ممدوح واللطف اليبيب كان بيقوله بالدكتور النسا دول دكتور النسا الراجل العظيم ده وكان الموضوع متعلق بمخزون المبيض قال لها انت مخزون المبيض عندك فيه خطور تمام لأهم كتبوه كويس طب هايل والله هايل جدا اسمه انا بشتري راجل اه تمام هايل هايل كان عندها كم سنة في الفيلم كان اتعربت من الاربعين هايل جدا قال لها جملة والحتة دي انكتبت عشان تنمي ثقافة الناس على فكرة ده مهم جدا اه طبعا منتزة جدا بحيل الكاتب في الحتة دي ليه بقى؟ لأن ده السؤال التالي اللي هو ايه دكتور عامل بس عمدك هكتوب ازاي كل زوجة بتتفرج علينا دلوقتي بتقعش في الموقف دي ازاي فعلا كل زوجة فعلا بتفرج علينا دلوقتي احنخرج مرة الموت الحزين ده والله لا خرجنا الحتة بتاعت الفيلم دي كانت موت حزين فعلا اه اه فعلا طيب الموقف الحزين احنا بنتكلم فيه ده ازاي دلوقتي الزوجة بتفرج علينا اللي عندها تأخر انجاب وبتابع البرامج بتاعتنا ازاي اه ما تقعش في الموقف ده طبعا عشان ما تقعش في الموقف ده يا الاول تشك دمام يعني يعني هي عندها تأخر انجاب وراحت لمكان وتقلع عندك الطبويت كويس طب هل هي الطبويت كويس عندها ولا لأ طب لحد ما تجدنا في مراكز رات الخصوبة برضو هي ايه اللي ممكن تفكر فيه وساعاتها يخليها تقلق ده ممكن يكون هي في الموقف ده اللي هو موقف نقص مخزون المبيض اول حاجة اللي حيك قلتها في الفيلم اللي هي ايه السن العمر بالنسبة لنا العمر شيء مهم جدا 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 35 سنة دي المحطة الاولى المحطة التانية 38 سنة المحطة التالتة 40 المحطة الرابع 42 ايه في محطة رابع دي محطة الرابع اللي هو ايه المحطات انخفاض المخزون المبيض عدد البويضات وجودة البويضات 35 سنة 38 40 42 السن ده السن ده في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي ده يعتبر يعني سن كبير يعني نقول عليها دي واحدة كبيرة في السن خالص خالص ده شابة تماما اه منه المهتم بنفسها دي حاجة بتبقى جيدة جدا يعني ما شاء الله حيك عنده خبرة في الموضوع ده تقدر توصف يعني بتهرى كتير في الموضوع ده بالضبط كده يعني خبرة حيك في القراية هو فعلا صح هو فعلا صح تماما يعني عادي اه بلوت صغير وآآ يعني في قمة الجمال والانوسة اه لكن لا لا خالص مخزون الموبد عندها في حتة وهي شكلها في حتة تانية خالص مخزون الموبد عندها في الارض وهي شكلها في السماء تماما اقصد اقول اني يا جماعة ما تنخدعوش باني الامور كويسة وانا شكل صغير وانا اعرف قربتي اتجاوزت عندها 43 سنة وحملت في تاني شهر يا جماعة دي استثناءات استثناءات بعد سن الخمسة والتلاتين والتمانية والتلاتين والاربعين والاتنائية والاربعين بتقل فرص الحمل جدا 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 حتى يعني عليش سؤال سازك بسازك بسأله لك لان في ناس بتقوله الدورة المنتظمة بالحكاية هايل جدا هي الدورة معتمدة عليه على بوايدة واحدة بوايدة واحدة بوايدة واحدة بتكبره وبتقرب من المبيض خلاص الدورة الدورة بتنزل لكن احنا عشان حاملة يحصل محتاجين بوايدات كتير كتير يبقى لا علاقة ان الدورة بتحصل وان فرص الحمل عليها مش معنى ان في دورة بتنزل يبقى في فرص حمل عليها تماماً 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 هاي طيب فعشان كده أي واحدة بتفرج علينا في سن 35 يبقى لازم تقلق أن هي يكون عندها المشكلة دي دي رقم واحد رقم اتنين أي واحدة بتفرج علينا وهي كانت عاملة قبل كده عملية في المبيض للأسف يعني كان فيه كيس على المبيض وكان ممكن يتعالج بالأدوية واتعمل لها عملية وللأسف كانت عملية فتح بطن واستكشاف واستقصال الكيس ومعها حتة من المبيض وجايز المبيض كله طبعاً دي هيكون عندها نقص في مخزون المبيض رقم اتنين الحالة الثالثة اللي هو عندها اتقلها ده انت عندك بطارة راحة مهاجرة على شكل حاجة اسمها كيس شكولاتي موجود في المبيض كيس شكولاتي نفسه الكيس نفسه الموجود في المبيض ده ده بيقلل من مخزون المبيض رقم اربعة سيدة يعني يا ربنا يشفيها جالها ورم خبيس واضطارت انها تاخد علاج كيميائي العلاج الكيميائي ده بيأثر على مخزون المبيض او علاج اشعاعي في منطقة الحوض علاج كيميائي في اي حتة في الجسم بيأثر على مخزون المبيض علاج اشعاعي في منطقة الحوض بيأثر على مخزون المبيض يبقى احنا قلنا نمازك نفكر نفسنا فيهم كده واحدة في سن 35 واحدة عمرت عمليات قبل كده في المبيض رقم اتنين رقم تلاتة واحدة عندها ما يسمى بكيس شكولاتي موجود في المبيض يعني عندها حاجة اسمها بيطان تراحل وما يجرى بس ما وجودها في المبيض ونتكلم عليه بالتفصيل بعد كده رقم 4 وحدة خدت علاج كيميائي أو إشعاعي رقم 5 رقم 5 ساهم كده يعني أوصول كده ده أحيان نزله كده إيه ده ولا واحدة من 4 دول ولا واحدة من 4 دول ولا عملت عمليات ولا كيس شوكولاتة ولا تنها ولا حد في العيلة ولا جيناتك يعني ولا أي حاجة كله فل الفل ولا تعرضت لأي علاج ولا أخذت أي علاج وكل عالدها ما شاء الله ستات بيضات وبيجيبوا بالتوقع لكن هي هي لوحدها عندها ما يسمى بيه نقص مخزون المبيض المبيض عندها هي شخصيا هي شخصيا دي ما يسمى بيه انتحار جماعي في البيضات البيضات عملة تموت بتموت بتموت لوحدة الله يبقى معنا كده ان كل واحدة عندها تأخر حمل لازم تقلق ان يكون عندها نقص مخزون المبيض طبعا لو كان السن زايد لو كان خدت علاج كيميائي لو عملت عمليات في المبيض لو فيش بتطرح مجرعة الاحتمالات أعلى وأعلى بس حتى لو ما فيش الاربعا لأوتهم دول للأسف ممكن يكون برضو عندها نقص فيه مخزون المبيض وجدك معنا شرف كبير الشرف ليا دكتور كما للميل كبيرة الأساس دكتور هشيمي الشعر أستاذ أمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب والمدير ورئيس والمؤسس ورئيس مجلس إدارة مراكز الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية كانت ضيفة واحدة من أرقى حلقتنا على الإطلاق لكن قصة النجاح أكيد ستكون مستمرة فخليكم عنا زيالة أنا اسمي تريزا صبري من بلاء أنا بقى لعشر سنين منتجوزها قعدت خمس سنين محصلش حمل وروحت في مركز صغير هنا طبعا عملتها عملية قبل كده دخلت والعملية فشلت جيت هنا عند مركز ليلودة وصراحة يعني عمل لي ممتهى التفاهم ومممتهى الحقور قال لي ما تخفيش وهنبدأ معي خطوة خطوة من قلوب دين وفعلا بدأ معي في حصف كاملة ونشكر ربنا الحمد لله أنا معي بنت عندها خمس سنين وحبيت إن أنا أجي تاني علشان أخطر يعني أجي بتاني مرة تانية وأنا بجد فخورة جدا بمركز وفخورة بمعاملتهم معي بجد أنا مبسوطة جدا إنهما كانوا سبب سعبتي وفرحي أنا فعلا أول معارف اللي أنا حامل أنا كنت بعيط فعلا أول ما جوزي جاب التحليل والمركز طبعا بلغوه فالتحليل بلغوه في التلفون قبل ما يجي يجيب النتيجة عندي في البيت كان بلغوه هناك هو كان في الشغل تصل بي أنا بجد هو كان بعيط التلفون هو بيقول لي وأنا فعلا عيضت فعلا في الوقت دوت حسيت قد إيه إن أنا إن أنا تعبي ما راحش فيه يعني وخلاص لأ أنا ربنا دايني سورة صراحة المكان هنا متجهز يعني كويس جدا وأنا يعني ما بخش يعني بلاقي كل الناس بتعمل لي بحب وأي حاجة أنا بستفسر عليها أو أنا أي سؤال أنا عايز بسأله أو أي حاجة مدايقاني أو أي حاجة هو صراحة بيفهموني ولو في أي حد دايني أو أي حاجة برضا بيشوفه إيه ساب مدايق أو كده وبيحلون صراحة يعني التقم ممتاز جدا ونشكر ربنا الحمد لله أنا يعني مرتاحة بجد جدا إن أنا موجودة في الناس بالنسبة لقسن العمليات أنا أولا بدخل هناك صراحة مرضين يدخلوني هناك وبيعملوني منتهى التفاهم وبيأخذوني كل هدوء وبيقعدوني وصراحة هناك المكان مجهز جدا وحاجة نظيفة ومفترمة بجد ونخش هناك هو طبيعي بيبقى في قلق في توتر بس دا كان في أول مرة بعد كده خاص خاص وحنا تعودنا بينا خبرة يعني في حاجات دي ونشكر ربنا الحمد لله بجد أنا فرحونة وعايز الناس كلها تفرح زيي يعني فرحونة ربنا كرمني بسبب المركز وعايز كل الناس تفرح بسبب المركز دوه يعني مركز الرياض وربنا يفرح ألبها دي نهاردة هنعمل عملية الزراعات دعمات مارينة المريض 65 سنة عنده أمراض ربنا والمريض استنفذ كل الطرق اللي عابد كده لعلاج ضعف التنسي سوى حبوب أو كبر موضعية أو غيرها وإن شاء الله العملية بإذن الله بتبقى نجحة في غطفة العمليات بالنسبة 98 ساعة و 90% وإن شاء الله ربنا الموفق بإذن الله عمليته كانت كويسة جداً وركبنا له معه كويس طول 22 تخانة 18 والحمد لله أموره طيبة حيقعد من حوالي من 4 إلى 6 أسابيع فمنوع الدماء إن شاء الله ربنا يكرمه وأموه بالسلام إن شاء الله الدكتور محمد حبوس استشاري أول أمراض الذكورة حاصل على زمالة البرد الأوروبي في المسالك البولية عضو الجمعية الأمريكية للمسالك البولية عضو الجمعية الدولية للصحة الجنسية حاصل على زمالة البرد الأوروبي في أمراض الذكورة والصحة الجنسية F.E.C.S.M العضو العربي الوحيد في منتدى لندن للأساتذة لجراحة الدعامات المعقدة الدكتور شريف البورعي حاصل على البرد الأوروبي في أمراض الذكورة والصحة الجنسية F.E.C.S.M عضو الجمعية الأمريكية لأمراض الذكورة والصحة الجنسية المدير الطبي لمراكز G.C.P.I. لزراعة الدعامات الذكورية عضو الجمعية الأوروبية لأمراض الذكورة والصحة الجنسية أهلا بكم النهاردة يوم مهم جدا جدا والحيان النهاردة كمان لقاء مشهير ومهم مع اسمين قادرين واسماء كبيرة في عالم أمراض الذكورة في عالم ضعف الجنسي في عالم الصحة الجنسية وأنا دايماً أقول ممكن قوي تيجي مشكلتين أو أكثر للرجل في توخيط متزامن كثير من الأسئلة اللي تحتاج إلى تضاف الخبرات تحتاج إلى كونسولته عشان كده النهاردة وجهنا الدعوة اللي واحد من المراكز الطبيعي المتميزة للغاية واسمين قادرين النهاردة موجودين في حوار أكستر أورديني اللي أول مرة نتكلم بشكل تفصيلي عن اجتماع حالتين مرضيتين مزعجتين جدا للرجل انتبهوا الحوار النهاردة مسير ومتفلد للغاية اسمحوا لي أن أرحب النهاردة من اليمين إلى اليسار هنمشي من اليمين مش عايزة أسأل الأدمية عشان بتزعل الحكاية دي هنمشي من اليمين إلى اليسار النهاردة ضيف العزيز واحد من نجوم عالم أمراض الزكورة لست دكتور محمد حبوس استشاري أول أمراض زكورة وصاحب زمالة البرد الأوروبي للمسالك البولية وعضو جمعية الأمريكية للمسالك البولية وجمعية الدولية للصحة الجنسية وصاحب زمالة البرد الأوروبي لأمراض الزكورة والصحة الجنسية والعضو في منتدى لندني للأسازة لجراحة الدعامات المعقدة لإسم الكبير أهلا بك دكتور حبوس سعيد جدا بهذه الزيارة وضيف العزيزة الخيمة علمية الكبيرة رسول دكتور شريف البرعي صاحب البرد الأوروبي لأمراض الزكورة والصحة الجنسية عضو جمعية الأمريكية لأمراض الزكورة والصحة الجنسية والمدير الطبي لمراكز زراعة الدعمات الزكورية جي سي بي آي وعضو جمعية الأوروبية لأمراض الزكورة والصحة الجنسية الاسم القدير أهلا بك دكتور شريف أهلا بكتور أهلا بسعيد بوجود حضرت أنا النهاردة يعني هسأل طبعا واضح نحن النهاردة كونسولتو بس هبدأ الأول بأهمية الكنسولتو أهمية وجود مركز متكامل في الأمراض الخاصة بالذكورة من دعمات وخلافه أهمية إيه؟ أهمية أن كل حاجة في جسم الإنسان بتقصى في كل حاجة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتكى منه عضو تدعى عليه وسائل الجسم ده كان عجاز نبوي كل حاجة بتأثر في حاجة وبالنسبة للرجل مشهور جدا أن البرستاتة يعني وجده في 70% من الحالات معاها ضعف جنسي وفي 70% من الحالات المشاكل ضعف الجنسي معاها مشاكل في البرستاتة وقد يكون الموضوع مرتبط بأنه نفس المنطقة نفس الحوض في دورة دماء مشتركة في أعصاب مشتركة في عوامل مشتركة أنه بيتأثروا كمان معاهم في العادة ممكن يكون نفس الشخص ده عنده ضغط عنده سكر عنده كلسترول عنده حاجات قلب وكلام ده وبتبقى كلها زي منظومة متكاملة أو كده سندروم نفسها بالنسبة لموضوع البرستاتة والبرستاتة التضخم بتاعها أنا زي ما بيقول للمريض عشان ما يتخضش من الموضوع زي الشيب وزي التجعيد حاجة حتمية 80% من الرجال هيحصل الموضوع لكن بتختلف من واحد للتاني زي برضو الشيب والتجعيد في واحد على سنة 40 سنة نص شعره شهيد وفي واحد على 60 سنة 3-4 شعرات شهيد فالبرستاتة ممكن تكون عنده واحد 45-50 سنة توصل لـ 500-100 جرام وزياد وممكن على واحد سنة 65 سنة يدوب تضخم بصير 30 جرام ففيه اختلافات وفيه اختلافات دي في الغارب فميلي الحاجات أسرية بالنسبة لموضوع بالنسبة للتضخم برستاتة وبالنسبة للضعف الجنسي أهمية الكونسولتو خصوصاً كمان الكونسولتو اللي هو قيمة عند إخواننا اللي جايين مصر يتعالجوا لنا بجايب كذا مشكلة مع بعض وعايز يتعالج في مكان واحد غالباً السيحة العلاجية هنا شيء مهم جداً مهم جداً جداً والكونسولتو التيم وورك يا دكتور أهم حاجة في الدنيا الفرق بيننا وبين الغارب إنهم بابتدوا موضوع التيم وورك ده من قابلينا هو أساسي خلاص وأساسي بالنسبة لهم زي ما حضرتك بتقول والبيشنت أو المريض بيبقى ساتسفايد جداً أما يلاقي دكتور الزكورة غير دكتور السكر اللي بيزبط الزكور غير السايكو الثيرابيست غير دكتور الكاردياك الكارديولوجيست كل الحاجات دي كلها بما يشوف تيم وورك بيبتدي بقى هايد ساتسفايد وبيسلم لك نفسه خلاص عارف إنه هو فعلاً في مركز متخصص زي ما حضرتك قلت مش يعني معه طبعاً برضو بيبقى محتاج أحيانا الديتيشن بيبقى محتاج اديوكيشن كل الحاجات دي كلها بتدي مصداقية جمدة كداً لي موضوع التريتمنت وبتحط مانج منت بلال أو أكشب بلال للمريض إن احنا أول حاجة من اللايف ستايل الأكل الرياضة كل الحاجات دي كلها بتفرق جداً جداً مع المريض وفي نفس الوقت زي ما حضرتك قلت موضوع السياحة العلاجية يعني احنا عندنا مثلاً واحد من أكبر الدكاترة والدكتور محمد بيحبوز هتكلم عليه أكتر مني بروفيسير ديفيد رالف مثلاً وراجل مشهور جداً ومزارش شرم الشيخ إلى الآن فالسياحة العلاجية المقصود بيها مش موضوع للبيشنت ولا المرضى لأ وللاستاف كمان بتساعد جداً في اقتصاد البلد وبتساعد جداً في تقديم خدمة طبية متميزة وفي أماكن يعني لم يكتشفها كثير من الناس اللي حوالينا فدي بتدي فيدباك جميل جداً عند الاسطاف وعند البيشنت لو اجتمع المرضين المزعجين ضعف الجنسي والكروستاني بأي يوم ما نبدأ الألاغ إزاي بالخطة العلاجية وبعدين إيه إيه؟ يعني برضو عايزين نفهم الناس إيه مشكلة الاتنين لما يجوا مبعد جراحياً تماماً حضرتك دي كانت من الحاجات الأسئلة الكلاسيكية لدمن بالسئلة وكان برضو الطريقة الكلاسيكية كان يقول لك ابدأ بالبروستاتة الأول ابدأ بالبروستاتة الأول لو الموضوع هيحتاج علاج تدخل لأن في العادة 80% من مرضى البروستاتة بيستجيبوا للعلاج الدوائي فيه نسبة منهم ما بتستجيبش للعلاج الدوائي أو بعد فترة خلاص الموضوع بيبقى لازم تدخل فحيث إن زي ما احنا قولنا إن الدعامة المارينة هي الغالبة في المنطقة بتاعتنا وفي الشرق الأوسط فكان يقول لك لأعمل البروستاتة الأول إيه السبب؟ إن في العلاج البروستاتة في الغالب بيبقى بالمنظار فلوه ركب دعامة مارينة قد تعوق إن هو إيجي بعد كده إذا احتاج إنه يعمل بالبروستاتة بمنظار بتبقى عاملة صعوبة للموضوع ده ده كان في السابق وده الغالب تمام؟ لا الوضع اختلف إن إحنا نقدر نعالج دلوقتي البروستاتة بعد ما بنركب دعامات وكان برضو في الفترة اللي فاتت أنا عندنا عدد تمام بالنسبة لعدد مرضى كويس وكان بننشر بيهم في بحش تحت الموضوع إن إحنا بييجي كنت بعمل لهم البروستاتة بطريقة اللي هي الرزوم أحدث حاجة بالنسبة للتبخير وبعد كده نقدر بعد شهر اثنين تلاتة أقدر عمل له عملية دعمات البروستاتة سوى ماليا بول أو أولنفليتة واللي هي المارين أو هيدروليكية في الحقيقة لما نقشنا في مع بعض الزملاء في أمريكا وفي مع ديفيدرالف وما غيرهم طب ليه ننتظر؟ ليه ما يعملش خصوصاً حاجة مثلاً زي الرزوم دي بتتعمل في من خمس دقائق لعشر دقائق وفيري سيمبل وإيزي وبتحافظ على البروستاتة وعملية سهلة جداً طب ليه ما يعملاش في السيم سيتنج مع نفس الجلسة مع الدعمات هيوفر كتير المريض ما يتعرضش التخدير لها مرة أحدى المريض ما يكون مقتصادياً أوفر بكتير بعد ما يعمل عملتين يعمل عملية جلسة واحدة عملية واحدة لها فوايد كتير والحقيقة احنا بدأنا بيها والنجحة نجاح جامد جداً كنبارة والنفس مقارنة نفس ما كنا بننتظر الكلام فبنقدر دلوقتي بمنتهى البساطة بنعمل نفس قط العمليات نبدأ بالرزوم والوقت التبخير ده حوالي ماكسما عشر دقائق وبعد كده بنقلب وبنبدأ التعقيم الطبيعي والوضع الطبيعي بتاع عملية الدعمات ونعمل الدعمات سوى مارنة أو هيدروليكي ونتائجها كويسة جداً هل مرضى الضعف الكنسية؟ في ناس كتير عندهم اعتقد اننا غالباً هروح لجراحة يقول لي عملية دعمة هل كل المرضى اللي بيجوا هنقول لهم دعمة؟ هو طبعاً كان زمان بنبتدي دايماً بموضوع العلاج التحفظي والفازوديليتور الحاجات اللي بتزود وبتحسي اللي تدفق الدم جوه الأجساب الكافية ولكن طبعاً دي لابد من استخدامها تحت إشراف طبي كامل في بعض المرضى الكاردياك بيشونت الأمراض القلب أمراض الضغط ممكن تسبب لهم مشاكل جمدة جداً فبالأمانة الآن الحل المثالي والنهائي والناجع هو تركيب الدعمة خصوصاً مع التقدم المزهل في أنواع الدعمات وفي الطايمينج بتاع العمليات بسم الله ما شاء الله المارينة الآن عندنا في المركز بتاخدش أكتر من 20 دقيقة الهايدروليك ساعة ساعة وعشر دقايق بيرجع المريض كمبليتلي نورمل زي أيام الشباب تماماً دون أي استخدام علاج لإني دايماً برضو مرضى الدعمة بيبقى تقدم به لعمر شوي فبيبقى وردي ماشي بكيس من العلاج علاج الضغط علاج سكر علاج قلب مش محتاج بقى كمان أزود نوع ولا نوعين وخصوصاً أن مهما أدي حبوب دكتور أيمن بيه بنجد أن مع الوقت الإفكت بيقل وفي الآخر هيروح للدعم طب ليه أضيع سنتين ثلاثة أربعة خمسة من عمري وأنا عندي حل نهائي وناجع يرجعني للشباب ويرجعني للأداء دون أي مشاكل ودون أي شيء ظاهر على العضو الذكري تماماً من الخارج يعني المريض بنقوله لو لم تخبر زوجتك مش هتعرف ودي حقيقة بيه مرضى كتير جداً ما قالوش لزوجاتهم وما بيعرفوش وبيقضي العلاقة الحميمية من أروع ما يكون وبنسبة نجاح تصل إلى 99% لو فيه حاجة في الدنيا 100% لمليا كنا قلنا 100% مية في المية دي في الأخرة آه فيعني طالما هذا الحل موجود وحل مرة واحدة وانس فوريفر دلوقتي ليه ما ناخدوش ونختاره من الأول وبنخبر بيه المريض ويه 99% من المرضى أوتوماتيكالي بيختار هذا الحل الجراحي الناجع تماماً هذه العملية عملية الدعاء ما يقعي أن دايماً تعبير أنها عملية قياسات وعملية تعقيد في الأساس تمام آه نحكي على الكلام بتنديك الآه القياسات يعني برضو بالنسبة ده بيختلف من واحد للتالي نحن بنبقى عندنا في قط العمليات جاهز جميع المقاسات الموجودة المارينة لها مقاسات في الديامتر في التخانة أما الهيدروليكي لها مقاسات في الطول وبعد كده ممكن نزود أو نقص في حاجات بتنضاف لها ودي كلها لازم تكون قريدي موجودة عشان وأنا شغل وأنا في قط العمليات وبعد ما بفتح بقيس الجسم الكعفي من منتصف الرأس إلى العظمة بتاعة الحوط والقياس ده هو المهم جداً لا ينفع عندي زيادة ممكن تسبب مشاكل وقلم وممكن تحصل إنها تخرم لقدر الله أو من أقصان بحيث إنه يدي قصور وميباش المريض مبسوط ويبقى زي السوبر سونيك اللي هي الكونكردر بنقول عليها دي والأمورهم برضو مش مريحة يبقى هو برضو دي مهمة جداً ودي بتعتمد بشكل أساسي جداً على خبرة الجراحة مش في القياس نفسه لا في القياس بشكل صحيح زي بيروني احنا تكلمنا قبل كده عن بيرون بيروني ده احنا ممكن اركب له حاجة تسعة تسعة ونص وممكن حواله تلاتاشر أو اربعةاشر بالنسبة للتخانة طب ازاي ما يكون فيه أقضى مليانة موبيلية وعايزة أدخل موبيلية جديدة كل ما فض الموبيلية الموجودة والتبافاضية كل ما أقدر أدخل أكتر يبقى أنا كل ما أقدر أشيل التلايوفات والكتل اللي جوه دي ودي برضو تحتاج لخبرة ومهارة عشان أقدر أشيلها بأقل المضاعفات وبأفضل وضع معين لأنها بتبقى عاملة زي الحاجة اه 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 تبقى حاجة الصولة زيعة اه اه ستوم اه اه دي ستوم بالنسبة لكلام فدي أقدر أوسعها كويس وأقدر أحط حجم كويس موردي لأن أصلا المريض جايز إعلان أنه هحصل لهم كماش من المرض نفسه فكمان مع بعد ما حطت الدعمات بأقل من الوضع اللي هو عنده بيبقى النسبة الرضا تكاد تكون معدوة فأنا كل ما أحط أكتر دي بتحتمل خبرة الجراح كل ما يكون الوضع أفضل والناتج أفضل ساعات العملية تحتاج صبر طبعا ده طبعا والموضوع ممكن ياخد دكتور شريف بيك بيتكلم عن الأفريج مثلا إحنا ممكن بالنسبة لهيدروليك ممكن من أربعين ديه إلى ساعة ونص ده العادية اللي معاها بيرون ومعاها تليفات أو بتتعمل تاني مرة أو الناس اللي عندهم سيك السيل اللي كان عندهم انتصاب مستمر وكلام ده دول ممكن نقعد ثلاث ساعات على رأي ديفيدرالف بيقولك نايتمير تمام يعني بالنسبة للجراحة أنه هو بيقعد تحتاج صبر طبعا ومهارة جامد جدا عشان في النهاية أنا بحط نفس مكان المريض ده أنا عايز أحط أفضل حاجة له في وضعه اللي هو فيه في عالم الدعمات كلمة مهمة جدا عشان كده المتابعة بعد العملية ليه قيمة جميلة جدا مهمة جدا جدا لازم نتابع بوست أوبرتف مهمة جدا لأن زي ما اتفقنا أنه تسعين في المية من اللي بيقوله أو أكتر كورونيك بيشونس دايابيتك هايبرتينسيف كاردياك فلازم البوست أوب لحد ما يحصل هيلنج تماما في الجرح بنقول تقريبا العلاقة الحميمية من تلاتين لأربعين يوم بعد التركيب ونطمئن على الساتسفاكشن بين الرجل وزوجته كان حضرتك سألت سؤال مهم جدا هل الدعمة بتعالج سرعة القسم هي زي ما الدكتور محمد قال أن هي بتعالج سرعة القسم إلى جانب النهاية كمان المشكلة في سرعة القسم دكتور أيمان أن مجرد أن الشخص يجاكلت البينوس خلاص بيحصلوا وخلاص ميزة بقى الدعمة أن بيستمر الإريكشن موجود وبستمر في العلاقة الحميمية إلى أن تصل الزوجة إلى الساتسفاكشن وما بعد الساتسفاكشن وعلميا وأكاديميا سرعة القسم مش محطوط مع الضعف الجنسي كسباب لكن هو واقعيا وبرضو شبه علميا وفعلا سبب من أسباب الضعف الجنسي احنا كنا بنعمل النهاردة لمريض دكتور محمد عمل عملية مغير له بناء البروسيس من مالياب والإنفليتابل النهاردة كان مركب المالياب الأولانية لأننا اللي بقابل المرضى في الأول دايما وباخد الهيستري وبكشف عليهم وبوضبهم للدكتور محمد علشان يعمل عمل الجرحات السبب الرئيسي لموضوع تركيب الدعمة المارينة كان بريماتيور سرعة القسم ما كانش عندك تفنصف قال لي أبدا لأن سرعة القسم دي برضو من الأسباب الرئيسية التي تؤدي ممكن إلى الانفصال لأن هي الزوجة هتروح فيه ما الزوجة احنا دايما بنقول العلاقة الحبيمية لازم أقوم عمل حاجتين فيها رقم واحد راضي زوجتي رقم اثنين راضي نفسي يعني لابد أن أنا أخلص العلاقة الحبيمية بالقعدتين لتنين طب لو أنا عندي سرعة في القسم ما استحالة الزوجة هترده ما بيحصلش إجباع ولابد من الإمتاع وعندنا قاعدة ذهبية برضو بتقول النجاح يؤدي إلى مزيد من النجاح والفشل يؤدي إلى مزيد من الفشل لو أنا قضيت العلاقة الحبيمية لقبل كده وكنت يعني أنا مرضي وزوجتي مرضية هتلاقيني أدخل العلاقة الحبيمية اللي بعدها بمنتهى القوة والإمتاعي بأكتر لا قدر الله إذا حصل فشل هتلاقيني بيحصل لي إن أنا بهرب من العلاقة الحميمية أبتدي أقول لا ده زوجتي شكلها تعبان لا ده الولد تعبان نهارده ده أنا مرهق طب خليها البكرة بكرة يجر بكرة يبتدي يبقى فيه ديكريس في اللي بده نقص في الشهوة والرغبة يبتدي سرعة القصف تزيد لأن كل ما بطول البيرويد على ما أمارس العلاقة الحميمية كل ما سرعة القصف تزيد تزيد كل ده بسبب سرعة القصف تؤدي إلى فشل شديد في العلاقة الحميمية عايز أروح بقى دي لو عين مراكب دعامات وجاله تضخم في البرستات هنتعامل الخريطة بأسلوب العلاقية يتعامل أمشي إزاي؟ التضخم اللي حاصل إحنا طبعا هنبدأ بالنسبة له بالعلاج الدوائي بالنسبة للبرستات بنتدخل أو إحنا بعد كده بنعرض عليه الرزوم في حالة ملتنية زي ما قال الدكتور شريف بي أن أغلب الناس دي عندهم حاجات مزمينة عنده سوى سكر ودوى ضغط ودوى كوليسترول ودوى وهو مركب دعامة كمان دعامة دي علجت له للنصاب لدي مع علجت لهش الحاجات التانية بزرق تمام فكمان هيجي ياخد علاج بروستاتا فبنقول له زي ما قلنا قبل شوية أن زي التجايد والشيء يعني إيه؟ يعني دي موزم أن تاخد علاج بروستاتا ده forever إلى الأبد زي يا دكتور لا أنا مش عايز أخد ده أنا عايز أشوف لي حل طب حل إحنا بنعمل التدخل في حالة من الاثنين إما واحد بياخد العلاج الدوائي بتاع البروستاتا ومستجيب وكويس ومبسوط بس مش عايز ياخده طول العمر أو واحد بياخد علاج بروستاتا بس مش مستجيب ده لازم يروح للسكة التانية اللي هو التدخل لأن البروستاتا لو سبناها تعمل مشاكل على الكيلة على الفشل على حياته نفسها صلوب حياته هتبقى سوية بالنسبة لي إبقى التدخل ده إحنا بنشوف بقى الحاجات الليس إن فيس وحاجات حديثة جدا وكلام ده اللي هو الرزوم ده إحنا مش تغل كويس قوي والنتائجه ممتازة جدا وبحافظ بقى على حاجة مهمة جدا يعني الطريقة التقليدية المريض بيقعد كام يوم في المساشفة بيحتاج نقل دم بيقاش بيقاذف بعدها خالص بيفقد القاذف بيزود إذا كان ما كانش مراكب دعامة بيزود ضعف الجنسي أكتر فيه سالس بول فيه أشياء كتيرة جدا في العملية القديمة في العملات اللي هي الكلاسيك تمام وكلاسيك اللي غير دلوقتي هي جولد ستاندر أو الناس كتيرة بتمشي عاليا لا الرزوم أنا بحافظ على البورثاتك كفانكشن أنا وظيفة لأنها وظيفة ربنا سبحانه وتعالى خلقها لها وظيفة بسي بفتح زي طريق اللي أنا عامل للبول ده هو اللي باحن فيه بخار اللي هو معمول موجات الريديوم تحت طريقة معينة كده ممكن فيديو أنيميشن ممكن بيتزعم عن الموضوع بيوضح بسهولة جدا أن دي خلاص في العملية سهلة وبسيطة بعشر دقايق ومخدر موضعي ويقدر يطلع بعد كده بعد شهر بالكتير تخلص من جميع الأدوية بتاعة البورثاتك والبول ينزل طبيعي وبرجع الوضوع الطبيعي جدا الخيمة المهمة جدا للكونسولتو يعني برضه أرجع أقول للكونسولتو يجتمل أجزاء مهمة مثلا ممكن يكون الرجل جاي عنده كمان رغبة في الإنجاب يبقى فيه كونسولتو يقول له آه فيه فرص للإنجاب بعد نعليج لك الخصف المفتاجع لو موجود لو فيه ضعف جنسي ونتأكد من قدرتك الإنجابية زي ما قلت لحضرتك التيمورك ديوقتي هو الأساس في العالم كله في كل حد التيمورك فمن ضمن الأقسام المهمة جدا في أي مركز ذكورة لابد أن يكون هناك العقم أو يعني تأخر الإنجاب ما بقيناش نقول كلمة العقم دي خلاص الباب تأخر الإنجاب فلابد دائما أن نعمل أن نعمل إفليويشن للمريض بنقوله طبعا لو هنصل إلى تركيب الدعامة ليس لها أي علاقة بالإنجاب إذا كنت منجب قبل العملية بتستمر منجب إذا كان هناك أي مشكلة في موضوع السائل المنوي من حيث عدد الحيوانات المنوية حركة الحيوانات المنوية الأشكال المشوهة بيتم علاج هذا الموضوع تماما وبتمشي الأمور دون أي تأثير سواء حتى علاجات الفازوديليتورس اللي هي محسنات الدورة الدموية للعضو الذكري أو تركيب الدعامة ليس لهم أي علاقة على الإطلاق بموضوع تأخر الإنجاب أو بموضوع السائل المنوي أو بموضوع زيادة السائل المنوي وزي ما الدكتور محمد قال أن الطرق الأديمة في علاج تضخم البروستاتا حتى بما فيه موتيو أربي اللي هو المنزار طبعا بتؤدي إلى ريترو جريد إجاكوليشن اللي هو الإنزال الارتجاعي وبالتالي أي حد عايز يعمل يعني حتى لو استمر يريد إنجاب بنبتدي ندخل في موضوع التلقيح البجهري وناخد عينة من الخصياتين عشان نلاقع زوجها ميزة الرزوم إن هو سهل جدا وإن هو بيحافظ على وظيفة البروستاتا وبالتالي بيستمر ينزل من الأمام ونستطيع أن نحن نحافظ على العلاقة الحميمية والعلاقة الإنجابية سليمة كما هي تماما قيمة كمان وجود خبرات علمية يعني غربية من مدارس مختلفة يعني نحن مثلا شفنا ديفيد رالف كارلو أسامي عالمية في الحقيقة دل يعني طبعاً إحنا ما بتطلع بره بتروح مؤتمرات وبتقدم ريسيرش وأبحاث الأساس القصة دي كلها اللي هو تبادل الخبرة والنالج تمام والإكسبرينس مع بعض في الحقيقة ديفيد يعني من 2008 تقريباً صديق شخصي واشتغلت في لندن والنوفيرستو هسبيتال معاه وبعد كده كنا من أبحاث مع بعض إن كنا نتكلمنا قبل كده أبحاث بيروني حاجات دي كلها هو عامل مشترك من فريق البحث وكلامه وديفيد رقم واحد في أوروبا من حاسر عدد زراعة الدعمات ومن التوب فايف تقريباً وطور مهم جداً في عالم الدعمات اه اه طوب فايف على مستوى العالم يعني ام ساميرو خبير بيروني اه يعني وبتميز على الجراحين البريطانية نحن بلغاتنا احنا كمصريين صناعي اه يعني جراح علمي وصناعي فماشا الله فكنا هو بيرتجل يعني يعني دايماً الجراحين الجايدلاين بيمشوا على خطوة وعدة ثلاثة لكن فيه ساعات في العملية أو في السيتيوويشن بيفترض الارتجال في العملية وكل حالة بتاخد وي غير التاني فبيقول عليه تيلور دي سيرجلي يس اللي هو احنا أقول اللي حضرتك قلت عليه تعبير اللطيف في المصريين وعليه صناعي صناعي حري ببرار جامعتنا حاجات كتيرة جداً في الشغل اشتغلنا حاجات كتيرة جداً في السعودية أو في مصر وإما تجيت تتكلمنا مع بعض في فكرة الجي سي بي آي المركز العالمي الدعمات رحب بها جداً ويعني ده أخذ معنا كبارتنر مش إن هو بس يبقى ييجي راجل زيه لا بارتنر شريك هو شريك معنا هو وكارلو كارلو عرفناه في المبعد 2011 برضو هو كان صديق مشترك بينه وبين ديفد المهم إن الصدفة إن ديفد هو البرزدن بتاعه لندن ماستر كلاس لندن ماستر كلاس ده أكبر ملتقى في العالم كله في البنائل بوزيز حاجات الكوميليكاتي وكارلو البرزدن بتاعه باري ماستر كلاس تمام؟ باري ماستر كلاس ده الحاجة التانية بالنسبة لأوروبا كلها أما بتاع لندن وبتاع باري وبتاع أوروبا بس وأنا عوض في الفاكلة في الاتنين تمام والعوض العربي الوحيد في كلام يعني إحنا بجمعنا إحنا التلاتة زي بتقول صداقة شخصية وصداقة عمل وخبرة طبعا وفي حالات كتيرة جدا بيحصل بتصل ديفيدا عندي حالة كذا كذا باخد رأي وبعات له الصعور وهو نفس القصة تمام بالنسبة في بعض الحاجات الكلام ده هول يعني مثلا أنا عندي خبرة في المال يا بول أفضل كتير جدا منهم وأكتر من العدد عشان الانشورنس اصلا هما الشركات بتاعت الانشورنس داخل عليهم الشركات بتاعت الدعمات نفسها فهي البرنامج بروسيس يتفرضوا عليهم خلاص إنهم يشتغلوا الانفلات يا بول بشكل كامل لان دي الدولة هي اللي بتدفع ايه فمش فارق يعني بالنسبة للانشورنس كتير من اللي حوالة لكن في ناس في أبريكا جنوبية كتير أو بيعيش تغلوا ماريا ماريا بالعكس وكمان بتصنع في البرازيل وفي في الارجنطين لان برضو من هما العدد عندهم قريب زي من عندنا مش ساركة وكلام لكن زي ما تكلمنا قبل كده وقولنا إن ما زال اللي مفروض من يتعمل أقلب كتير جدا من اللي هو مفروض يتعمل اللي بتعلم المواقع أقلب كتير جدا من المفروض يتعمل اللي بتعمل في العالم في العمل كله مازال كثير جدا من الرجال في العالم كله يعانون من ضعف الجنس ويرفضون الاعتراف كده بيهربهم كتير من الناس هي كانت الدراسة احنا تكلمنا عليها قبل كده إن انتهت بالموضوع الكونكلوجون بتاعها إن الأساس كله عدم الوعي عدم الوعي يعني معاش عارفينها بالطريقة المزبوطة أو مش عارفين أصلا لحد الآن بيجي لعدد كتير من المرضى يكون لسه سامي عنها مبارح أو يدوب وبسرعة يدوب ده أنا معرفش إن الوضوع ده ده أنا سمعت من كذا ده أنا فلان بصوت وبعدين المشكلة في حاجة مهمة إن اللي بيعمل ما بروح شويلة نعمل دايما في الطبق في عاجة اسمها الكلمة المنقولة اللي هي احنا نعتمد عليها لكن في عالم الزكورة مفيش كلمة منقولة على فكرة كلمات الختمية نحب نختم بيه نقول إيه في الأخير نحب نختم إن لابد إن الضعف الجنسي ده مرض زي أي مرض في الدول زي مرض الصدر زي مرض الكبد أول ما بيتعب صدري بروح على أستاذ صدري بيتتعب بطني بروح على أستاذ بطنية بيتعب الكبد بروح على أستاذ كبد لابد لإن ده ممكن بيأثر على الحياة ككل وزي ما احنا قلنا هناك ارتباط وصيخ جدا بين الدورة الدموية العضو الذكري والدورة الدموية القلب الكوروناريس يعني كل الأستاذة اكتموا على أن لما نعمل بناء الدوبليس وللاقي فيه شورتج في البلات سابلاي لازم أنصح مريدي لازم تروح تعمل إيكو ولازم تروح تشيك على القلب بتاعك لإني دي علامة من علامات بداية تعب القلب المالتي دي سيبلن دي سيبلن دي سيبلن بالنسبة لل تيل مالتي دي سيبلن تيل اه كله بيكمل كله العمل الجماعي اه وفتكر حديث النبي صراحة السلام مثلا صراحة السلام إذا اشتكى من عضو تدعي على وسائل الجسد كل الجسم بيأثر في كله تمام فاهتم بالصحة مفيش نعمة في الدنيا بعد الإيمان والإسلام اللي خبنا منع لهم بيه أكتر من الصحة والعافية الإيمان هو واحد أهم نعمة في الحياة بلا شك هو أهم نعمة الإيمان خلينا وطبعا هنتكلم على حاجة مهمة أوي أو أختم بيه أنا بقى إنه الضعف الجنسي هو الحالة المرضية في حالات مرضية كده كتير التي لا يمكن أن تجد من يعاني منها عنده إحساس بالسعادة ما يجلوش إحساس بالسعادة يعني يقولوا ما هو عنده ضعف جنسي هو ما عنده إحساس بالسعادة صح يطرطوا بالإحساس بالسعادة يعني مش عايزة أقوله في كل حالات بس في كثير جدا من الحالات تتلاقي مثلا مريض ضغط عالي أو سكر موجود وتلاقي سعيت جدا لأنه مسيطر على الضغط مسيطر على السكر وعادي وهتلاقي حتى في القاعدة وهو يقول لك أنا عندي معلش لأنه مش هادر أكل حلواتك كمان عشان عندي سكر وتلاقيه مش متدايق من الموضوع أنا رايح مكرا عندي معاد مع الدكتور السكر أو معاني معاد مع دكتور الضغط أو معاني معاد مع الدكتور القلب عشان نروح أزبط الحاجات من عنده مش مشكلة يقول عمره عمره ما يقول فقاعدة أنا عندي معاد مع الدكتور الزكور عادي حقيقة صح مش كده ولا إيه صح وتلاقيه الموضوع بالنسبة له مهموم قاعد مهموم ليه مش عشان عنده حاجة من ليه لأ عشان عنده مشكلة متعلقة لغم من الليه حلول وحلول ناجحة وناجعة جدا هسيبكوا مع ديفت رالف وكارلو هيكملوا هم بقوا شرف لنا انه يكونوا موجودين على الهوى من الناس الحلوى ضيفية العزيزين اللي كان ليا شرف انه هم موجودين النهاردة لأسوس دكتور محمد حبوس الشاري أول أمراض ذكورة وصاحب زملة البرد الأوروبي والجمعات الأمريكية للمسالة الكبولية وجمعات دولية للصاحة الجنسية وزملة البرد الأوروبي والعضو في منتدى لندن للأساسة لجراحة الدعمات المعقدة نورتها يا دكتور حبوس وضيف العزيزين الدكتور شريف البراعي صاحب البرد الأوروبي لأمراض ذكورة والصاحة الجنسية وعضو الجمعات الأمريكية لأمراض ذكورة والصاحة الجنسية والمدير الطبي لمركز زراعة دعمات ذكورية جي سي بي آي وأعود جمعية الأوروبية لأمر ذكرنا أنا وردتك شوي في سعيد جدام هذه الزيارة أنا وردتونا ستركوا دايما مع ناس الحلوى وهو منزل من الفاديين وهم هم مجردون جميعا وكم ستقفون بأنها كميزة والأساسية والأساسية ستركوا في القناة ستركوا فيها كل مكان إنه مرد بإمكانك أن تتعلم كم قرارب بإمكانك الفترة لقد أشعر بإمكانك تتعلم على المواد الأوروبية إنه مجموعة جدام فستطر أقام بما في العالم ولكن من المؤد في سعيد يكون هناك أيضا. خصوصياً قدران على أعفل المشكلة الكتابات من جميع الرئيسية من هذه الأمور العالم وكذلك يجب أن يكون هناك الطيب من المشكلة في المشكلة لا تشكل الجفون المترهلة مشكلة جمالية فحسب بل أيضا تخفي تعبيرات الوجه وتجعله يتسم بالإرهاق والتعب كما أنها تخفي جزءا من محيط الرؤية وقد تتحول إلى أزمة كبيرة عند قيادة السيارات أو التعامل مع بعض المعدات والآلات الكهربائية مما قد يشكل خطورة على الحياة بشكل عام ففي أي سن يمكن أن تبدأ الإصابة بارتخاء الجفون أو سقوط الجفنة وهل للرجال أيضا أن يفكروا في تجميل الجفون؟ أهلا بكم إجابة على كلام هاني رجالة يعملوا إيه المشكلة يعني ما هو الجفون تجميلها رجالة وستات ده الجفون أساسا عملية تجميلية مش للشكل بس ده للوظيفة ده مهم ده ساعات الإنسان ما بيقدرش يسوق بيصحى من النوم يعني مقفولة مثلا يعني ممثلين كتير في العالم عملوا على فكرة تجميل الجفون ممثلين كتير جدا في العالم وهناك بقى في أمريكا تحديدا بيعملوا ماركتين جدا للجراحات التجميل هنا في مصر بيعملوا وبينكروا يعني معرفش ليه يعني بيعملوا العملية وما يكلموش عنها خالص وما يجيش سرتها ولما يتسقلوا عملت الجراحة التجميل يعني تحس انه سؤال يعني كإن أنا بقولك حاجة تمس يعني شكلك يعني بالعكس هناك بيقولوا بيصفوا العملية وبيقولوا نتائجها الإيجابية وإذا كان ليه أنا تجسل بها برضو بيقولوا من أشهر الناس اللي عملت تجميل جفون جوان ريفرز جوان ريفرز طبعا هيبان بقى قبل وبعد يعني يشوف قبل كانت المسألة لأ صعبة وهنا بقى عملت فيس ليفت وهواء إلى خير كاترين زيتا جونس دي أشهر كتير كانت محتاجة كان لازم تعمل ليه؟ لأنه المسألة كان فعلا فيه تقل وتضاقهم كبير جدا في الجفون بتاعتها وفي الوطن العرب فيه ناس بس خليني نقول أنه بلا شك أنه تجميل الجفون له قيمة مهمة جدا على المستوى الشكلي وله قيمة على مستوى الوظيفي وغيرها من الجراحات التجميلية الدقيقة بس دي عملية المليمترات يا عم يعني لازم اللي يعملها يكون متخصص فيها ولازم يشتغلها يعني بحذر شديد جدا جدا ولازم يكون القرار برضو متأني ومفحوص لأن احنا ما متكلمش على إمرجنسي برضو احنا متكلم على عملية ممكن تتأجل أسبوع أسبوعين ثلاثة مثلا لكن لما تعمل لازم تعمل صح ومن أول مرة لازم تعمل صح تعالوا نفهم التفاصيل بتاعت هذه النوعية من العمليات ونعرف التفاصيلها الجراحية من واحد من أسماء القديرة البارزة من نجوم عالم جراح التجميل وبسعت جدا بوجوده واسمه متميز للغاية في هذا المجال والحقيقة القسمه كله قسم جراح التجميل في سواء الحسين أو جامعة كل الطب جامعة الأزهر اسم متفوق للغاية نهار ضايف العزيز والأساس الدكتور شريف حمودة المدرس والاستشار للجراحات التجميل وتنسيق القوام كل الطب جامعة الأزهر وصاحب الدكتوراه في الجراحات التجميل وتنسيق القوام وعضو جامعية المسارة للجراحات التجميل والإصلاح وصاحب شهادة منظمة الإيئو لجراحات الوجه والفكين ضيف العزيز أهلا بك يا دكتور شيري أهلا بك ترائي سعيد جدا بهذه الزيارة الجميلة أنا أسعد أسعد جدا أنه بشوف حضرتك ده يعني أنا سعيد كمان باختيارك للموضوع وارتخاء الجفون من المواضيع المعقد الأول احكي لي يعني إيه ارتخاء الجفون هو المقدمة يعني شرحت تجميل الجفون بس خلينا يعني نطرق باب تاني خالص من عمليات الجفون وهو ارتخاء الجفن ارتخاء الجفن ده آآ مرض غالبا بيكون مراسي الأطفال بيكون موردين بالجفن أو الجفنين فيهم سقوط السقوط ده بيبقى مأثر على مجال الرؤية تمام؟ وده الجزء الأول من الحلقة وبعدك هنتكلم على تجميل الجفون أو العملية التجميلية آآ ارتخاء الجفون ممكن يكون بسبب عيب خلقي وممكن يكون بسبب تقدم العمر آآ مهم جدا ان احنا نفحص طفل كويس بعد الولادة عشان خاطر نصلح الجفن لو فيه ارتخاء الجفن لان لو حصل ارتخاء للجفن وعمل آآ اعاقة للرؤية ممكن يؤدي الى كسل في المخ للعين ديت وبقى المريض شايف او المخ شايف عين واحدة ومش شايف العين التاني ودي كارسة كارسة كبيرة جدا آآ كسل للعين دي مالوش حل مالوش حل ارتخاء الشديد هو اللي بيكون فيه آآ كسل للعين لو احنا اهملنا علاجه آآ اختيار العملية بيتوقف على مدى وظيفة العضلة الرفعة للجفن ده حاجة مهمة جدا جدا في الفحص عشان نختار البروسيزور او العملية اللي هنعملها آآ لو الارتخاء بسيط آآ بنعتمد على العضلة الرفعة ونعمل تصليح للعضلة الرفعة عشان آآ نقصر الطول بتاعها فيدينا نتيجة كويس احنا بنعمل ايه هنا؟ احنا عملنا تقصير العضلة الرفعة اللي فيتور بالبيبري تعرف العين عشان خاطر آآ نخلي العين اليمين زي العين الشمال ممم. تمام? وانت بتعمل اختبارات دلوقتي دي العين. لا قددت النتيجة بعد العملية. ايو من عارفت بتعمل اختبارات. اه بنتاكد ان هي بدأت بدأت الوظيفة بتاعت العين الجفن راجعت للوظيفة الطبيعية اه للعين بتاعت الشخص اللي شايف الطفل ما ياخدش باله ان فيه فرق بين العين اه المعمولة والعين التانية. ده دي الصورة قبل العملية. الصورة دي دي مهمة اوي. بالضبط. يعني لو كانت تركة العين اليمين دي هتتوبها مشكلة كبيرة جدا. طبعا مشكلة ارتخاء الجفن حتى لو بسيط بيدي انطباع للي شايفين الطفل انه هو عنده خمول. اه. انه هو الطفل مش مركز. في المدرسة بيبقى فيه تنمر. مهم. فهي مهمة جدا ان احنا اه نكتشف الحاجات ديت ونصلحها بدري. بتفرق جدا في الوظيفة وفي الشكل. وفي الحالة النفسية بتاعت الطفل والاسرة كلها. مهم. ايه مخاطر تجاه الارتخائي? زي ما احنا قلنا احنا لو اهملنا اه تصليح الارتخاء الجفن خاصة في الدرجات الشديدة او الدرجات المتوسطة. ليها قفلة. بيحصل اهمال للعين. للمخ. وده ممكن يعمل مشكلة فيما بعد. لو قفلة محور الرؤية. بالزبط. مهم. يعني هنا زي يعني يحصل بقى اه اه كسل للعين. عنبلوبيا. بالزبط. تباشرح للناس يعني ايه كسل للعين? باختصار. اه. لو ده ده شغل بتوع الرمض. بتوع الرمض. اه. بالزبط. هو ده شغل بتوع زي ما هينا بتوع الرمض اللي هو كسل للعين. انه اه الجفن لو اه ساقط زيادة عن اللزوم. بدرجة شديدة قاف قافل الفيجوال اكسس. الصورة راحة للعين زي الحالة دي. مهم. الحالة ديت العين مقفولة تماما في الناحية الشمال. الشمال. الناحية اليمين كويسة. اه اه في الحالة ديت الفيجوال اكسس مقفول. البريين او وصل له صورة واحدة. مهم. اللي هي جاية من العين اليمين. مش وصلة اه اللي في العين الشمال. اه لو تسابت فترة طويلة. بيحصل كسل واهمال للعين ديت. اه الكسل ده لان المخ بتعامل مع العين. بناء على الصورة اللي جاية له. مهم. فاحنا لو حجبنا الرؤية خلاص هو مش شايف العين دي خلص. مهم. فهيبدأ العين يحصل فيها ضعف في العضلات الخارجية كمان. فالمريض مش 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 هيشوف بيها هيحصل مشكلة. مش هينفع تتصلح فيما بعد. الكلام بتاعك ده مهم جدا ده. انا بنشوف في الشارع. انا بشوف في الشارع. في المولاد. في معارف. ولاد كتير عندهم الحالة دي. صبت. موجودة. ده في كتير قوي. انا في عايز بقى نوقف قدام حتة. ازاي العملية دي بتتمه. خصوصا ان الابو. اه. ما روحتش ما يكبر شوية. ما يشد شوية. لما يعرف يتحمل. انا خايف من العملية. قاله لي عمل العملية. حتاك عارف الردود. ايه. 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 هو هو الموضوع بيبقى له عامل نفسي عند الاب والام. تشل دكاتر على فكرة. اه. بالضبط. احنا بنسمع الكلام ده بنزعل. طبعا. اه. هو هو الخوف التخوف من الاب والام ان هو لو عمل عملية في الجفن ممكن العين تتأثر. اه. يعني لك انا راح اصلح الجفن الشكل يعني خايف ان العين نفسها اثناء العملية يحصل المشكلة دلوقتي يفقد البصر. دمان. فده بيبقى بيخليهم شوية القانين من التدخل الجراحي على الطفل وهو صغير. بس في حالات لابد ان احنا نتدخل وبدري على قد ما نقدر لو هو ارتخاء شديد. اه. العمليات بتاعة ارتخاء الجفن في اكتر من عملية موصوفة لتصليح ارتخاء الجفن. بس احنا دايما بنقسمهم على حسب الوظيفة بتاعة العضلة الحالية. الطفل عنده اه الوظيفة اه اه متوسطة او ضعيفة جدا. تمام? لو اه الوظيفة متوسطة او كويسة احنا بنشتغل على العضلة نفسها ونعمل لها شد جراحي. نشيل جزء من الابنروزيس او جزء من الجزء العاوزين نقول اللي هو مش عضل اللي مش بيتحرك. اه. تمام? نشيل منه جزء. اه ملفاشي. حس ان احنا نقصره شوية ونتايج بتبقى كويسة جدا في الحالات المتوسطة والحالات البسيطة. طيب حالة زي الحالة ديت هي حالة شديدة. اما بنيجي نقول الطفل ارفع الجفن. ما بيرفعش اكتر من اه اه تلاتة او اربعة ميلي. في الحالات ديت بنحتاج ان احنا نعمل حاجة اسمها تعليق جبهي. يعني ايه تعليق جبهي? العضلة بتاعة الجفن مش شغالة. فاحنا بنضطر ان احنا نوصل العضلة بتاعة الجفن للعضلة بتاعة الحاجب او نعلق الجفن في الحاجب باكتر من طريقة عشان خاطر نفتح مجال الرؤية ونحسن شكل اه المريض. الموضوع طلع اكبر مما تخيل. هنا مثلا ده في ناس بتبقى سكتة بقى. اه. يعني دي بنت كبرت. اه. نزبط. شكل مختلف تماما ده ايه. الشكلة مئة مئة وتمين ده بقى ات واحدة تانية. نزبط. انت لو لو بسيت على الصورة قبل العملية هتتخيل ان البنت ديت عندها ارهاق. مش نايمة كويس. مش مركزة. الاي كيوب بتاعها قليل. مساء بارتخال الجفن. اه. والواقع عقل كده تماما. اه. اه. لما بنصلح الجفن اه العين هي زي ما نقول هي مرآة الشخص. انت موصل للشخص يعني انت يعني دي النتيجة بعد اه اه الحركة تحسنت رؤية تحسنت. اه. طبعا انت بتعمل لها اختبارات معينة دي اختبارات معينة بتشوف بها كل حاجة. اه. فيه فيه اختبارات. انا بكلم بعد العملية هنا بعد العملية. بعد العملية احنا بنشوف هي بتقدر تقفل او لا. الحركة بتاعت. العضلة اخبارها ايه. اه. النتيجة اللي احنا وصلنا لها مرضية او لا. يا مبتسم على طول اه الفكرة. ايه وهي اشغالة بالاختبار دي. فيه ابتسمة موجودة. دو. وشكلها ما شاء الله يعني احنا اكتشفنا انها جميلة. ده جدا ده. جميلة. بعد العملية قدها جميلة جدا. يعني يعني عملية بسيطة لا اضافة ولا نقصان. احنا بجانة عين تفتح. بالزبط. اه. اه. ده بالنسبة لحالات اه ارتخاء الجفن بتفرق جدا. اه. في الحالة النفسية بتاعة الطفل. والحالة النفسية بتاعة الاسرة كلها. وآآ يعني هي عملية مفرحة. وآآ وهي عملية امنة. يعني المحلول الناس ما يتأخرش فيها لان ده بيفرق في حالة الطفل عامة. حقيقة انت رفعت مستوى الحلقة جدا. انا كنت وانا داخل الحلقة بفكر في جاست التجميل لمشاكل الجفن. بالزبط. وده طلع يعني اقول لكم ايه ده 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 حاجة صغيرة جنب الموضوع الكبير. يعني بالزبط وكبير قوي. واحنا ما اهملناش الجزء ده وهن. اه نتكلم عليه دلوقتي. اه يعني احنا راحين برضو للشغل الفنانين وال. بالزبط. والناس اللي عايزة الجمال الجمال. يجب ان نتكلم عن الفانكشنال والاستيك ريكونستراكشن ده جزء وعلم من. من يعني. الاساس. اه بزبط. او. على فكرة على فكرة قسم التجميل بتاعكم فاطر الله ظهر. متفوق جدا في في الاساتيك و. عندنا اسات زعزومة. اه بصراحة يعني متحية خاصة لهذا القسم الرائع. لان انا يعني القسم ده انا مبخور به من زمان. وصحيح شهادة فيه يعني شهادتي فيه تعتبر شهادة. انا ما محبش الكلمة دي بس الشهادة مجروحة. لانه. انه كلهم يعني ناس افاضل وكتير منهم اصدقاء وزبالاء يعني. الحمدين عساديد كلهم قامات في في طب الازهر. بعدين لهم بكل بكل الفخر وكل الاعتزاز و. علميين اوي. يعني صينتفك جدا. طبعا. اه. خلينا نروح بقى لي الجفن العلو. يلا نكلم على تجميل الجفن العلو. اه. ده بقى الجزء الشائع يعني بنيجي نقول ارتخاء جفن او تجميل الجفن كل الناس بتفكر ان تجميل الجفن هو اللي احنا هنتكلم عنه ده بس. اه. فاحنا بدأ انا. احنا بدأ انا بالآ بارتخاء الجفن اللي هي المشكلة اكبر. اكبر aha. تجميل الجفون او تهدل الجفون. اه. يعني ف 효رق بين ارتخاء اللي احنا التكلمنا عنو. وتهدل الجفون اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي. تهدل الجفون ده مشكلة بتحصل غالبة مع تقدم العمر. ماه? مع آآ، السوشيال والميديا والموبايل واللابتوب والتلفزيونات وكل ده كل ده حاجات بتعمل ارهاق جامد في العين فيبدأ يحصل تهدل في العين زي اللي احنا شايفينه ده هو اتعلان مثلا ده في الصورة اللي هي قبل اللي في ارتخاء وتهدل في الجفن ومع التهدل كمان فيه تضخم في الدهون اللي حوالين العين او اللي موجودة في الجفن العلوي عندنا جمين دهنين في الجفن العلوي ويحصل فيهم تضخم ويحصل تهدل في الجلب ده يعني ممكن نقول صغرة قد ايه الحالة دي بعد عشرين سنة ايه مش مسألت صغرة بس هي ما شاء الله احلوة مية وتمانين درجة مية وتمانين لا بجد انا ببخور بالعمليات دي ليه عمليات جميلة جدا وفجون وبتغير اللي بتحلي شكل بدون اي ارتفشيالتي وكمان الجميل في العمليات ديه ان ديه بتعمل دينجي موضعي نحتاجش ناخد مخدر كل خالص عملية وقتها قليل جدا بس بتفرق جدا مع المريض ساعات العيلة كلها تجي لك لان على فكرة بتبع عيلة بيبقى الموضوع هو فيه جانب وراس شوية اه ده نفس الكلام برضو تهدل في الجفن العلوي اه عملنا ازالة للجلد المتهدل وعملنا ازالة للدهون المتراكمة او الدهون الزايدة اه النتيجة بتبقى فورية بعد تقريبا اسبوع بيكون الورم واثار العملية راح والجفن كمان من الاماكن اللي هي يعني ايه بتريكوفر بسرعة بتريكوفر بسرعة وما بتسيبش اثر اه مفيش مجان الجرح مفيش جرح يعني بعد شهرين ثلاثة من العملية مش هتلاقي اثر لجرح عملية تجميل الجفون تماما حلوة اوه جفاة ديت الاسكارلس سيرجري اه الجميل هنا بقى انا بس دوريجان للسرعة اللي فات دي عشان اكد على حاجة انتو عندوكم مقاييس مهمة جدا في انك انت متزودش فلا زي ما بيقولوا ما تطمعش في القسم الاوبر كوريكشن او او ان احنا او البرفكشنازم في الجفون مش مطلوب مش مطلوب دايما تقدر عشان مثل نقرب من الناس نقرب من الناس عشان يفهمونا يعني في الصورة دي مثلا الناس كتبت بصولها تقول ايه طب ما كنا نوسع كمان لو طمعنا اكتر من كده خطر اه خطر لان احنا بنقابل مشاكل ان الجفن ماقفلش اه اللي هو اللاجف صالمص لو الجفن ماقفلش نخش في مشاكل بقى كراتايتس كراتوباثي لازم لازم انت حاسب بالزبط اه اه يعني هنا لازم احنا نبقى في امان مأمينين نفسنا ويبقى الكوريكشن مزبوط تمام اه هي كمان المريضة يعني بتحس بالفرق فبتبقى مبسوطة باي نتيجة ببالك احنا قريبين من الطبيعي اه لا ده كده فل اوي بعد كده عنيها حلوة اه هي كمان لو سابت نفسها مع الكبر في السن الموضوع هيزيد اكتر لانه الجلد المتهدل ده ممكن ينزل ايدار الرؤية الجلد نفسه مش الجفن مش الجفن مش مش الليد مارج لا الجلد نفسه ده ممكن يعمل حقا اسمها درباتو كاليسز الجلد نفسه ينزل يغطي على الجفن وبنشوف حالات من ده كتير بس مهم جدا قبل الحالات ديت نحنا نعمل اساسمنت للأيبراو او للحاجب لانه في ناس بها عندهم سقوط في الحاجب نفسه مهم جدا ان احنا نفرق بمين الحاجب عند الست وعند الراجل ليكون الحاجب في المعايير او في مكانه المزبوط عشان خاطر ناخد نتيجة كويسة طيب عايز بسرعة افوت على الجفون السفلية الجفون السفلية احنا عندنا تلاتين من العمليات ياما نعمل فتح من الجلد ياما نعمل من داخل العين على حسب احنا عندنا تهدل في الجلد زي الحالة دي تهدل في الجلد وتراكم في الدهون لو هو تهدل في الجلد وتراكم في الدهون بنفتح من الخارج ونشد الجلد الزايد ونعمل تصليح للعضلات ونشل الدهون لو هو الموضوع دهون بس وده بنلاقيه في السن الصغير بنقدر نعمل العملية من غير فتح خالص من داخل الجفن ونشل الدهون الزايدة فقط هروح بقى للأذن الأذن فيه دي مشكلة كبيرة جداً وساعات الناس تكبر بالأذن بالمشاكل في الأذن يعني فحكي لي بقى مشاكل الأذن كلها الأذن الخفاشية اللي بنسمع عنها الأذن من الحاجات اللي انت ممكن تلاقي شخص ورح كلية مرب شعره جداً علشان خاطر يداري مشكلة الأذن الخفاشية البنات بالذات يعرفوا يعملوها كويس والشباب الشباب كمان دلوقات أكتر تلاقيه ما بيحلقش شعره خلص عشان خاطر يداري الأذن الخفاشية تلاقي طفل مش راضي يروح للمدرسة عشان خاطر بدأ يطلع عليها ألقاب ان انت عندك أذن بارسة أو الأذن يعني يتقل عليه ألفاظ يعني مش لطيفة يعني بقى خلاص بقى اسمه فلان كذا التنمر ده مش خلوة التنمر ممكن يخلي الطفل ما يروحش دروسه يعني متنمرين دول عقليات غبية جداً وهو الموضوع يعني التنمر منتشر جداً منتشر جداً في الأوساط بتاعتنا رجل كبير كده يعني نقول ايه كبير ومش محترم بيتنمر بواحد صاحبه في قعدة عبيد يعني رجل عبيد في دماغه بيتنمر بالناس آه فإحنا مهمة جداً إن إحنا نصلح الأذن أو لو فيه أي مشكلة في تدارس الأذن مهمة إن إحنا نصلحها عشان قاطر الطفل يمارس حياته بسرعة طبيعية يخرج ويلعب ويروح مدرسه من غير أي مشكلة يعيش حياة ما فيهاش نمر اللي زي بنصلح بها الأذن الخفاشية؟ الأذن الخفاشية السن المناسب السن المناسب الأذن الخفاشية إحنا بنقول دايماً قبل سن دخول المدرسة تمام؟ ليه قبل سن دخول المدرسة عشان خاطر الطفل ما تعرضش لتنمر طيب ليه مش قبل كده؟ ليه مش بادري عن كده؟ لأن الودن بتوصل لتقريباً 90% من حجمها عند سن خمس سنين تقريباً فأي تدخل جراحي ممكن يأثر على نمو الودن يخلي الأذن أصغر من حجمها بإحنا بنستنى لحد سن خمس سنين بيكون الأذن تقريباً وصلت لحجمها الطبيعي اللي هيكمل به طول عمره ونعمل العملية في الوقت ده والوقت ده بيكون مناسب قبل سن دخول المدرسة علشان خاطر ما يبقاش في أي تنمر ويبقى رايح مدرسة طبيعي زي كل الأولاد تجميل بيأثر على السمع؟ دايماً التخوف من الأباء إن العملية يتأثر على السمع مش عاوز عمل العملية عشان الولد السمع ما يتأثرش العملية بتاعتنا بتبقى في الأذن الخارجية الأذن الخارجية ما لهاش علاقة خالص بالأذن الوسطى ولا الأذن الداخلية اللي هما بيحصل فيهم ميكانزم بتاع السمع التصليح بتاع العملية بيكون من فتحة صغيرة خالص من خلف الأذن مش ظهرة ونقفلها بخيطة جميل آآ بنحمل تصليح للتضاريز بتاعة الغضاريف بتاع الأذن ونتيجة بتكون كويسة جداً ومرضين آآ الأذن الشيطانية فيها حاجة اسمها أذن الشيطان بالضبط ده برضو تعبير إليها ده عشان خاطر هي الودن لو الصورة موجودة ممكن نعرضها آآ بيبقى فيها آآ بروز شوية أو ارتفاع مدبابة الفوق مدبابة الفوق بيبقى حاجة اسمها سيرد كراس بنحتاج نشيل السيرد كراس ده مفهول احنا عندنا أبر كراس ولور كراس بس آآ بنشيل دي 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 خلاحة إعادة بناء إن احنا في الجزء المفقود وإحنا بناءية بناء هنروح له دلوقتي لكن احنا الأذن الشيطانية هو نسبة في الروايات اللي هي بترسم صورة عزبان الشيطان هي الصورة الموجودة دي آآ هي هي حتى ما تجي تلاقي حد بيكلم عن الشيطان أو آآ بيعملوله صورة بيعملوله أو حتى في المسرحيات لو حضاك فاكر ما يوسف فاهبي لما عمل آآ فيلم مشهور جدا آآ عمل شيطان فيلم تحسفير جهنم وفي المسرحيات محمد صبحي اللي كان طريقة فيه حد شيطان بيواسويس اللي مش فاكر كان آآ 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 بيدايما الوزم الترسم بالشكل ده بيبقى عندنا سيرد كراس بيبقى عندنا فيه ضلع ثالث فوق ده مش طبيعي آآ احنا بنشيل الضلع الثالث دهوت من فتحة تجميلية مش باينة ونعيد آآ مكانها نحطها على آآ الأبر كراس اللي بيبقى فيه ضمور عشان نوصل للنتيجة اللي احنا شايفانها طب قبل ما نمشي فيه الإصابات بقى يعني ساعاته يحصل إصابة حدثة آآ مشهور دايما في الخناقات إن شخص يتخاني مع شخص فيعود منه يدنوا نشيل جزء من الود آآ عاصل في ميك تايسون بزا بلس فنكش من اللاتنا آآ احنا ده ده الجزء اللي احنا عاوزين يعني نلقى الضوء عليه إن احنا كالجراحين تجميل مش بنشتغل للتجميل أو الستيك بس إحنا لازم أن يكون عندنا آآ ده عنده عنده في الود آآ في ورم موجود في الود فإحنا هنشيل الجزء ده آآ فعشان نشيله لازم أن نعمل إعادة بناء علشان خاطر ما يبقاش وصمة في ودن الشخص ممكن يكون لابس آآ حاجة أو رابقة أو آآ كاب أو واتيفر يعني هو لابس إيه عشان يداري شكل الودن اللي مش موجود آآ فإحنا دورنا كالجراحين تجميل إن احنا نوصل به لشكل قريب من الطبيعة آآ عشان يخاف من آآ خافة من التنمر بالفكرة هذه عمليات صعبة دي آآ أنا دايما بقول إن اللي يعمل الريكونستركشن كويس يعمل هيا حاجة يعمل هيا حاجة آآ بتجيبه من الضلع بقى أولا تجيبه دا الحقيقة ديت أنا ديسة نشر الصورة ديت ديسة نشرها في الأنالز آآ آآ دا مجلة عالمية آآ آآ في الحالة ديت بناخد جزء من الكنشة أو من سوان الأزم دا نفسه آآ ونعمل به إعادة بناء للغضروف وبناخد جزء من الجلد عشان خاطر نغطي الغضروف آآ ايه عملية بتنقسم نشقينا نحنا نعمل إعادة بناء للغضروف وعادة بناء للجلد اللي بيغطي الغضروف نفسه انت نورت وأبدعت ورتنا صور يعني تقول إنه التجميل فيه نقاط فارقة في حياة الإنسان فارقة تجميل الجفول إحنا شفنا دا إعادة شكل الإنسان للشكل اللي ربنا خلقه لا دا بقى كلام مهم جدا ربنا سبحانه وتعالى خلق المرض وخلق دا من ضمن النعم بتاعت ربنا ربنا رزقنا جراح التجميل تعيد المشاكل بل إنسان واقف جنب أقول إنسان بس إنسان في المرض جراح جراح فيزبط مشكلة قد تودي بعين إنسان أو تؤثر على إنه شكله خلاص يكتائم يتحول إلى إنسان منعزل والإنسان منعزل دا خطر جدا جدا ممكن يتحول بعد كده لأن عزلية بتاعته إلى إنه يكون لقدر الله ضد المجتمع وده خطر ضيف العزيز واحد من نجوم عالم جراح التجميل السيد دكتور شريف حمودة المدارس الاستشاري للجراحات التجميل وتنسيق القوام كله بجامعة الأزهر وصحب دكتوراه جراحات التقويم وتنسيق القوام وعضو جامعة المصرية للجراحات التجميل وصحب شهاد من وصمة الإيه هو لجراحات الوجوة الفكير نورت وأبدعت وشرفتني وسعيد جدا كالعادة بهذه الزيارة الممتعة نورت وأبدعت بجد هنتنظرك ما في اللي جايبها في القصص المسيرة وعايز أختيب برضو بحاجة مهمة جدا كل التحية ليه قسم الجراح التجميل بكل طب جامعة الأزهر فهذا القسم المتفرد البارع المتميز بجد واللي فيه أفراد بيصلوا في علمهم إلى درجة كافية يعني رائعة جدا من الأداء العلم نورت يا جندور خليكوا دايما معنا سهلا أهلا بيكم من هرده يوم مهم جدا مع قمة المية كبيرة في علم جراحات السمنة خلينا أقول لكم جملة مخيفة تكلفة البدانة تبقى لدراسات مهمة جدا تفوق تكلفة الحروب تكلفة الحروب اللي هي التكلفة مش عاببت تريليونات كده هاي أرقام مخيفة تكلفة تبقى لمعهة ماكينز الدولي قالت ان تكلفة العالم في البدانة بيتكلف واحد ساتة من عشرة شوف الرقم تريليون جنيس ترليني هو حمل كبير جدا 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 على الاقتصاد لدرجة انه رقم واحد فيه التكلفة الاقتصادية على مستوى العالم يا فوق الحروب تعالوا نقرب من هذا العالم المشير عالم البدانة مع واحد من نجوم عالم جراحات السمنة الاسم القدير والذي يمتعنا دائما بحوار علمي راقل الغاية ضيف العزيز الستوى الدكتور كريم صبري وستاذ جراحات السمنة والمناظير بكل طب جامعة الشامس والمدير لوحدة جراحات السمنة بمستشعة وهادي النيل العريقة زميل كلية الجراحين الملكية الانجليزية وعضو كلية الجراحين الامريكية وصاحب اعلى تصنيف جودة دولي في جراحات السمنة الاسم نورت دكتور كريم صبري من هذه السمنة انا عايز اقول لحاجة مهمة اوي هي ما يسمى باعادة جراحات السمنة اعادة او عمليات السمنة التي تحتاج الى اصلاح ماذا تعني كلمة في راحة سمنة تحتاج الاسم في البداية اسمح لي ان انا حاجة حضرتك وكل السيدة المشاهدين وكل طريق العمل هي طبعا ان عمليات الاعادة هي عمليات تهدف الى يعني ان هي ترجع العملية لقدرتها الاولى او ان كانت العملية لم تحقق الرقم المرجو من الوازن او انقاص الوازن بفرد ان هي نعديلها بقى لنتعديل المصور او ان كانت العملية الاولى سواء تكمين مادة او تحويل مصار عملت مضعفات فيما بعد فبالتالي يمكن عمل عملية اصلاح لتفادي المشاكل اللي هي خصلت بسبب العملية السابقة ففيه يعني حاجات كتيرة ممكن تتعمل يمكن تعديل عملية التكمين الى عملية تحويل مصور معدى مصغر عملية تحويل مصور معدى كاليسيكي يمكن تعديل عملية تحويل المصور وارجعها للوضع الطبيعي بتاع المعدة ممكن نلغيها خالص يمكن في انطاق دايق ان احنا لو حد يعني اعمل عملية تحويل مصور معدى مصغر يمكن ارجعها لعملية تكمين بس يعني في انطاق دايق يعني بعض الحالات اللي هي مركبة حزام معدى سابق يمكن نحن نشيل الحزام بس ممكن نعدل عملية الحزام دي نشيل الحزام ونعمل تكمين نشيل الحزام ونعمل تحويل مصور طبعاً يعني الحاجات دي الناس اللي هي عملتها هي تبقى فاهمة الألفاظ اللي احنا نتكلم فيها من الحاجات المشهورة برضو انه في عملية اللي هي التعديل الناس اللي عملت تدبيس معده سابق تدبيس معده سابق كانت عملية بتعمل بفتح الجراحي بيتم تدبيس المعدة بذبوس واحد وبعد كده العيان بيعود يرجع بعدها طول الوقت وبالتالي يمكن إلغاءها خالص ونرجع الوضعنا الطبيعي أو يمكن تحويل عملية التدبيس إلى تحويل مصور معده كلاسيكي في 99% من الناس بيحتاج لده أو أن احنا نحولها لتحويل مصور معده مصور فعمليات الإعادة هي هدفها أن احنا نخافف عن المريض حاجة يعني معكرة صفه سواء حاجة مرضية أو حاجة ربما يكون بسبب أن الوزن ما ننزلش أو الوزن نزل ورجع تاني فده يعني حاجة كبيرة خالص ممكن يتم تفصيلها بقى هابدأ الأول بالتكميم قد تفشل عملية التكميم وتحتاج إلى إصلاح عايزين نفهم لماذا تفشل عملية التكميم وكيف يتم إصلاح عملية التكميم عملية التكميم الحقيقة من أنجح العمليات لكن هي محتاجة يعني جراح زو خبرة أنه يقيمها مصبوط النمر التانية لأن فيها حاجات تقنية لازم تكون احترافية يعني هي مش جاست أن احنا نقص المعدة لكن هي لها يعني لازم يتم استقصال قبة المعدة باحترافية حتى الأنترام أو نهاية المعدة لابد يعني من حزبة المسافة اللي احنا نقص عليها يعني لا يتم استقصال الأنترام كامل أو نهاية المعدة لا يتم استقصاله كامل بحيث المعدة محصل لاش شغلة المنفوق ويبتدي الإنسان يرجع منه وباش عارف السبب لأن هي أنترالبامب يعني هي دي مخ المعدة في نهاية المعدة في جسم اللي هو الأنترام وما ينفعش أن احنا برضو نسيبها كلها تبع عاملة زي معدة عاملة زي الأوبا اللي هي ديقة من فوق وتحت زي يعني زي باج واسعة من تحت خزن أكل كتير وبتالي العيني يزيد تاني الاحترافية في قصة المعدة بحيث ما بقاش فيها التواء ما بقاش دي ما دي من أسباب الفشل برضو أن أنت تسيب معدة ديقة بزيادة أو معدة ملوية بزيادة وبتالي العيني يقعد يرجع مدى حياته مش هستقمي يعني طبعا مش هشوف يوم كويس يعني الاحترافية كمان في المواقف اللي أنت بتشوف فيها الإنسان عنده حاجة أكسدنتل دجوة العملية أنت ربما ما تكونش عامل للعين منظار ودخلت تلاقي فيه فاتق في الحجاب الحاجز لابد من إصلاحه أو أن أنت ممكن تحول العمليات دي لعمليات تحول المصارب وتاخد قرار انتر اوبرتف جوة العمليات تقول لأهل المريض أن احنا عنا نعمل عمليات تانية مختلفة إذا ما كنتش أنت عامل منظار لأن 11% من الناس اللي هم دخلين يجرى عمليات السمنة بيكون عندهم فاتق في الحجاب الحاجز بدون أعراض وبالتالي أنا بدعو كل الناس وكل الجراحين وكل الناس المبتدئة في جراحات السمنة حاول تعمل منظار لكل الناس اللي هي دخلة تعمل عمليات سمنة لأن 40% منظار العادي منظار المعدة تشخيصي طبعا أنا أنصح بكل الناس طبعا بحيث أن انت طيب إذا ما كانش يعني ولا بد لأن الناس طبعا بتبقى يعني مش حريصة أو أن هي تعمل منظار إذا كان عندك أي درجة من درجات الارتجاعة عامل منظار لأنها هيطلع في حاجة فاتحة حجاب حاجز واسعة أو فاتح حجاب حاجز صغير أو ربما يكون عندك التهابات في المعدة تتعالج قبل العملية في دوعي كتير جدا 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 لابد يعني برضو أنا دخلت جوة العملية بعملية التكميم دي وأنا ما عملتش منظار للعيان ولقيت فاتح حجاب الحاجز لو أنا يعني قلت بقى مش هيصلح الفاتق ده العيانة هيقعد طول عمره ويرجع عنده ارتجاعة شديدة في المريق ربما ينتهي بيه لمشاكل قد تصل إلى الأورام فيما بعد بسبب أن الارتجاعة الشديدة في المريق يعني هم ملوش عليا غير الجراحة وبالتالي الاحترافية مطلوبة عضلة الحجاب الحاجز الواسعة لابد من تقيمها يعني ما تسيبش عضلة واسعة برضو في عملية التكميم وانت مدايق من تحت فبالتالي كل الحمضة يرجع فيه في المريق العلميش هشوف يوم كويس إذن عملية تكميم المعدة هي من العامات النجحة لكن عايزة جراح احترافي يعملها إحنا طبعا مركزين مش بس في إجراء عملية التكميم باحترافية يعني أنت تعمل تقص المعدة باحترافية وإذا كان فيه فاتح جابة حاجز تصلحه إذا كان عضلة واسعة ضيائقها إذا كان فيه طبق الدهون ممكن تثبتها المعدة منعا للنزيف ومنعا للتسريب ومنعا للمشاكل لكن مع كل الاحتياطات إنت بتشوف إحنا بيجينا حالات كتيرة جدا عندها مشاكل يعني واحد بيجي يعيد عملية التكميم بسبب الارتجاع الشريط في المريق يعمل له أشعة مقطعية أو يعمل منزار بتلاقي عنده فاتح حاجز كبير فده سبب لعمليات الإعادة مش هيعود واحد عنده التواق في المعدة كل ما بياكل يرجع وده بيبقى فيه تكة يعني أنه حاجة لازم حرفية في التشخيص اللي عنده التواق في المعدة واحد بياكل وبعد كده بيحصل له مغصة في البطن وهو يعني يعود يعني يتعذب لحد ما يعد الأكل روح يعمل أشعة تقليدية زي الجسروجرافين أو الفيريام يشرب السابعة عدي طب يعمل منزار لو واحد مش حرة في قوي في المنزار يعني مش خبير بعمليات السمنة طبعا ممكن ما يعد بالمنزار ويعمل تانية كده بالمنزار يقوم عدي وقلت إن العين ما عندهش حاجة فهي محتاجة يعني حد زو خبرة يعرف شخص دي ويعالجها وليها حلول طبعا كتير جدا إذن عملية التكميم إذا تعملت كويس جدا بتبقى كويسة مش محتاجة عملية إعادة ولا حاجة عملية التكميم إذا تعملت فيها مشكلة ممكن طبعا تحتاج لعملية إعادة طيب في نوع تاني خالص من الناس بيحتاج لعملية الإعادة في التكميم اللي هو ما عندهش أي من نوع من المضعفات هو بيأكل قويس جدا بس طبعا فتح في السكريات شوية بزيادة أو إنه بيأكل عدد وجبات صغيرة كزا مرة في اليوم أبطوع عشر مرات خمستاشر مرة في اليوم تحايل تحايل على العملية المهم ده ده يعني ده اختصار للي أنا بقوله طبعا ده بيصل إنه وصل لوزن كويس جدا كان مية عشرين مية وخمسين ووصل بقى تمانين كيلو بعد شوية الثمانين دول بقى واحدة تمانين اتنين وتمانين ترى تمانين يرجع بقى للحاجات وزن كان كويس جدا ابتدى يزيد راجع مع الهيستري كده وقوله إحنا بنأكل إيه ونشرب إيه يبدا أكل لليه عشر مرات خمسين مرة في اليوم بقى وجبات صغيرة أو إنه بفتح في السكريات بزيادة وده ما يعمدوش أي مضعفات خالص هو بس جاست ويت ريجين وزن رجع فقط فده طبعا يمكن برضو إنه إحنا نعمل له عملية تانية تكميلية لها أنواع بقى كتيرة ممكن نعيد عملية التكميم نقصها تاني لو كانت واسعة أو ممكن بقى في وجود المضعفات أو ممكن يتم تحولها لتحول مصار معدى كلاسيكي في حالات وتحول مصار معدى في حالات أو يمكن تحول التكميم إلى تحول مصار معدى مصغر بهدف إنقاص الوزن بس في عدم وجود المضعفات الحاجات دي يمكن زحمة شوية لكن الناس اللي هي عمرة العملات دي أكيد عارفها يعني اللي احنا بنتكلم فيه جايد المحطة التانية أو على الجانب الآخر عملية تحويل المصاري الناس عندها فكرة ثابتة إنه أنا هعمل عملية تحويل المصاري خلاص دي العملية اللي أنتو بتقولوا عليها الجرولدين ستاندر ستاندر الحجر أو ركن الزهبي للعمليات ما فيش بعدها مشكلة مش هقدر أتحايل عليها لإنها عملية يعني شديدة وقوية هتسيطر على طب هحتاجي عيدة ليه للإصلاح احكي لي بقى فيما يقولك الإصلاح هو أنا يمكن رسالتين عايزة بوصلهم رسالة يمكن للدكاترة اللي برضو مهتمين بجراحات السمنة من الزملاء أو من يعني الزملاء اللي هم بترئين بقى يحضروا بيحضروا في الكورسات نحن نديرهم في الأكاديمية دلوقتي حاجات تدريبية وللمرضى اللي بيجولنا طبعا في العيدات بتاعتنا وفي المراكز بتاعتنا إحنا بنقول لهم حاجة إنه إحنا مش بنركب كمبيوتر في البطن والكلمة دي أنا بقولها لكل الناس إحنا ما عندناش حاجة تمنع زيادة الوزن في المستقبل غير الإرادة يعني إحنا بنديك طول أداة تساعدك تنزلك وزن أنت ما بتحلمش بيه يعني أنا عندي وزن 160 كيلو 170 كيلو وعايزة بقى 80 كيلو ما فيش حاجة في الدنيا هتنزلك وزن غير العملية طبعا فيه إكسبشنز بقى يعني إحنا ما متكلمش عنهم الناس اللي عندهم إرادة حددية اللي بياخدوا علاجات بقى مكسفة الناس اللي هم بيلعبوا رياضة عنيفة دول ليهم يعني ممكن تلاقي في كل ألف واحد نجح أنا بتكلم بقى على الناس اللي هم 99% من الناس اللي هم بيعملوا العمليات اللي هم تابع الناس اللي وزارة صحة العالمية اللي المؤسس كلها بتقول دول يعملوا العمليات أنا بتكلم للمرضة اللي هم اللي هم هيعملوا عمليات إحنا بندك أداة طول يتستخدمها تفقدها يعني العملية هتنزلك وزن فعلا ما بتحلمش به نزلت وزن مظبوط أنا كنت 160 بقيت 80 حلو جدا 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 لكن الإنسان أذكى من إنه هو عمليات تحكم فيه شوفي يعني لو عمليات التكميم قللت لك الجوع بنسبة 80% وقللت حجم الأكل بنسبة 80% ولكن أنت عايز تتحايل على اللي أنت قللته بالحجم والشبع أنت زودته زودت أو عوضت الكالوريز بالسكريات والشكرتات والأيس كريم والمعجنات وأنا ممكن أضحك على العملية يعني هو نمر اتنين الجسم يساعدك يعني أنت لو عايز ترجع في الوزن الجسم شايفك عند الوزن الكبير مش شايفك عند الوزن القلية يعني الكيميا بتاعت الجسم هي عايزة تساعدك في زياد الوزن فبقى أنت تندرجش يعني بعد عملية التكميم لو عملت عملية التكميم حافظ شوية من السكريات ارجع الوزن الطبيعي مش لدرجة المنع لكن الاستهلاك الطبيعي بالنسبة للكربوهيدريت أو السكريات العالية لابد يكون فيه بعض المحافظة لأن الجسم أنت تديله بس كالوريز واعي زودك يعني أنا مش هقولك لا يعني واصدي ودلوقتي فيه نظرات كتير بتكلم على الهرمون الادابتيشنز والجات الادابتيشن يعني فيه حاجات بتعاكس انقاص الوزن لأن الجسم وفي الآخر هو بيساعدك على الزيادة الكلمة اللي أنا دي مشتركة ما بين الدكاترة وبين المرضى إحنا مش عايزين نصدر للمرضى معلومة إن أنت مركب جهاز هيفلتر الأكل وإنه هيمنعك من زيارة الوزن في المستقبل عملية التكميم هتنزل كويس جدا لكن عدوها السكريات عملية تحويل المسار بالرغم إن هي بتشتغل بطريقتين طريقة منهم انقاص الوزن عن طريقة تليل كلمة الأكل وتقليل الامتصاص يعني إذا انت بتريت عليها أو زودت الكالوريز بزيادة الميت جرامل اللي انت بتقولهم دول نسبة منهم بتنزل في الحمام ونسبة منهم بتمتص أنا لو زودت الكمية أكيد النسبة اللي هتمتص أكتر وبالتالي مفيش حاجة تمنع زيادة الوزن إلا أنت كنت عايز تحافظ على وزنك في المستقبل إنه هو ما يرجعش فالكلمة دي مهمة جدا جدا أنا بحترم إن أنا بقول ده في البرنامج عند الحقيق لأنه هو مهتم بالحاجة العلمية ومتم بالإرسال للحقائق لأن في بلادفورمز كتير جدا بتصدر معلومات خاطئة تماما إحنا مش عايزين نصدر عمليات السمنة كأنها يعني حل سحري آآ انفينيتي للأبد لأ إحنا بنعمل العملات دي بيحترفية شديدة زي أنا بعمل لك عملية احترفية وبعمل لك أشعة مقطعية بالسابعة سوريسيات الأبعاد بعد العملية تعرف مقاساتك الموصوفة دوليا بيحترفية شديدة ونقعد نديك تعليمات للتغذية وخد الفيتامينز دي كذا والأكل تاكله كذا عن طريق التيم بتاع التغذية ولايف كوتشينج ويعني شغل اللي بتعمل مضني بسبيل ان انت مش بس تتعمل عملية انت عايز كمان ان انت تتغيره وتحافظ عليه وابعندك النية لديك دي نقطة محورية لازم تتبروز في أي حد مقدم على إجراء إجراءات السمنة احنا مش بنعمل جهاز أو بنركب جهاز في المعدة لأ ده احنا بنديك عملية هتساعدة كويس جدا 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 إلى يعني أقصى ما تتخيل لكن لابد من ان انت تكون عارف ان انت لازم تساعد نفسك في المستقبل بعد انقاص الوزن عشان ما ترجعش في الوزن كل العمليات السمنة لها نسبة رجوع في الوزن وان ده اللي هتحدد النسبة دي اذا كنت عايز ترجع بالنسبة 100% ترجع عايز ترجع العمليات السمنة مثلها مثل الطائرة تنقلك من نقطة لنقطة بسرعة يعني تنقلك من هنا عايز يسافر أمريكا مش يسافر أمريكا بسفينة يعني سفينة دي هعود سنين سنين طبعا عبقى شهورة عبقى الموصل أمريكا يعني لكن هسافر منها لاننا بالطائرة 8 ساعات ولا عبقى 9 ساعات عبقى في أمريكا تمام حلم بس انت هناك في أمريكا انت مش في أمام تام انت لو ما اشتغلتش ما اكتهدتش هيرحلك هيقفش وفيك كده هو تعالى معلم انت مين انت إيه يا ابني أنا ما بشتغلش ما بشتغلش لو سرقت هتحط في سجن عملت حركة نصب هتحط في سجن فهي هي طيارة تنقلك من نقطة لنقطة هواسيلة من انتقال محافظتك على مكانك الجديد أو وظيفتك الجديدة زي بزبط مثلا اجيب إنسان اقول له تعالى انا هرقيك اقول لك فيه بالمصعد اهو بدل ما انت بتشتغل في الدور العالم انا طلعك تشتغل في الدور العاشر خلاص بقيت في المديرين المصعد ده قادر من نازلك تاني اش كده اقول له ايه بزبط فدي نقطة محورية جدا 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 نازم نحافظ عليها ولازم تكون ظاهرة في عقول الناس واقول حتى اللي احنا الناس اللي هي بتقدم المعلومات وتقدم الخدمة الطبية لازم تكون معرفين العيان احنا بس استخدم ده يوزت او لوزت يعني تستخدمها تفقيتها يعني ده سالتك التي توتع ان تتركها للناس الذين عانوا من اجراء عملية وفاشلت طبعا كل العملات السمنة يمكن اصلحها يعني كل عملات السمنة يمكن اصلحها اذا كان عندك اي ارتجاع في المريء مزمن بعد عملات السمنة ليك اصلاح لان غالبا هيبقى عندك فتح جاب حاجز او عندك ديء في المعدة او عندك التواء الناس اللي عندهم ارتجاع مراري بعد عملية تحويل مصار المعدة المصغر ليك حل ما تعودش تشتيكي من ده على طول لان ده مضر وممكن يعملك اختناق بالليل الناس بتزرق بالليل من كتر الحاجات دي لان طبعا احيانا انا بشوف عملات كتيرة جدا في عملات الاعادة تحويل المصار المصغر بتعمل مش دل تحويل المصار المعدة المصغر تعايز لونج منه رباوتش طويل عشان العصار المررية مترجعش فوق بتلاقي العملية بعد الاشياء المقطعية وتلاقي في العملات تلاتة سنتي اربعة سنتي مش دي بتاعة عملية تحويل المصار المعدة المصغر بتعود انت عايز ترجع العملية الاصلها او تحويل تحويل المصار المعدة الكلاسيكي عملية تحويل المصار المعدة الكلاسيكي مش انفينيتي لو فيها مشاكل فيها ارتجاع فيها اعادة وزن ليها اعادة الناس المركبة حزم ما جابش اي نتيجة او زاد في الوزن ليك اعادة الناس اللي عملت تدبيس معادة متدبسة فيه الناس دول ليهم حل ما تتعودش ترجع مدى الحياة ما تعتبرش ان الترجيع جزء من العملية ابحص نفسك قيم ووضعك انت ليك حل وليك عليك نورت وشرفت وابدعتك العادة شقيق العزيزة القمع المال الكبير أستاذ جراحات السمنة والمناصب بكل التب جماعة شمس جديد وحدة جراحات السمنة مساش ودي ميل وزنين كلية الجراحين الملكية عضو كلية الجراحين الأمريكية وصاحب تصنيف الجودة الدولية في جراحات السمنة الاسرسية كان مبدعاً كعادتي في توصيف شيء مهم جداً لجراحات السمنة أنه ليس هناك ما يسمى بفقد الأمل إذا ما حدث أنك أجريت جراحة السمنة وباللغة البسيطة لم تؤتي ثمرها فاشلت جراحة السمنة أو أجريت إجراء معين بدأ تلغي أو بدأ يتوارى في طب زي الرنج وزي تدبيس المعدة القديم أنت ما تدبستش في تدبيس المعدة القديم أنت ممكن جداً بالحال الاحترافي منقدم نزبط الأمور لكن ليست جراحات السمنة وده حقيقة علمية هي عصى يعني السحر لا هي مش عصى سحر هي وسيلة ينبغي أن تفهم قدراتها وتحترم هذه القدرات عشان هي نفسها كمان تكون مخلصة لك لازم أنت تخلص لها خليك معنا سنة ترجمة نانسي قنقر